السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في اه محاضرة جديدة وتدريب جديد في دبلومة الاعلام الرقمي. اه طبعا انا اسعد طبعا واتشرف بالفرصة الجميلة دي اللي اه اسعد بها واتشرف بها من استاذنا الجليل دكتور اه ابو بكر خلاف اه ومنظمة اه اه محرر الشرق الاوسط اللي انا طبعا اتشرف بوضويتها اه يعني طبعا دي حاجة حاجة جميلة جدا انضم للدبلومة الجميل الخاصة بالاعلام الرقمي دفعتها السادسة وطبعا دي حاجة تسعدني جدا طبعا الدبلومة اه اه يعني مهمة جدا ومحاورها مهمة جدا ومشاء الله يعني القت نظرة على اه بعض بعض المحاضرات الخاصة بالدبلومة ولقيت اسادزة طبعا كبار مشاء الله ويعني اه اصروا الدبلومة بمعلوماتهم واصروا بخبراتهم وليه حاجة طبعا مهمة جدا في الدبلومة النهاردة طبعا النهاردة والمحاضرة القادمة ان شاء الله اه هكون معاكم في الهوية الالكترونية على السوشيال ميديا اه ودي طبعا نقط مهمة جدا 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 لأي حد بيشتغل في الاعلام اه بشكل عام وبشكل خاص اه انك انت تحتم بهويتك الالكترونية اه على السوشيال ميديا الهوية الالكترونية اللي هو انك ازاي يعني ده في ناس كتير اتكلمت عنها باكتر من شكل وانها يعني اه المفروض ان هي واجهة وفي ناس اتكلمت بشكل تسويقي وفي ناس تانية اتكلمت عنها باشكال اخرى على اليوتيوب لكن انا هتكلم ازاي ازاي اه هويتك او صفحاتك يعني كل كلامي ان انك تدير صفحات السوشيال ميديا الخاصة بيك وايه هي الصفحات اللي كنت المفترض انك تهتم بيها وانك انت اه 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 يتعمل لها اكاونتات ليك شخصية ليك عليها وانت كبند انت كشخص ولو انت شخص في شركة برضو الكل اللي انا هقوله النهاردة مش للبراند الشخصي فقط البرسن بان نجله كمان المؤسسي كمان يعني يعني كمان الكورس ده ان انا اديته كمان لبقى اكتر من شركة ان ازاي تخلي صفحات المؤسسة تبقى قوية وكمان اه وكمان اه ازاي انا كشخص اه ابقى اه منتشر على السوشيال ميديا في معلومة مهمة جدا انا عايز اقولها الويب سايت الويب سايت مهم مش اقدر اقول انه هو مش مهم الويب سايت لأي شخص او اي مؤسسة مهم لكن خلينا اقول لكم بقى الارض التمقع الارض الحقيقية البراند الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني المفروض ان الدايرة تتعمل بويب سايد ومواقع تصل الاجتماعي. تمام? وقناة يوتيوب. ودي مهمة جدا. لكن عايز اقول انك ما قدرتش تعمل باسمك. انت صفحة ليك انت. وانت براند وعملت صفحة. اه في اه في اه اشخاص ومدربين. يعني اه في كل العالم عاملين صفحات شخصية ليهم. صفحة ويب سايد باسمه. مش باسم شركة. وعمل نفسه شعار وعمل نفسه. اه اه ده طبعا مش عيب. يعني ده اساسي طبعا. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. لكن خلينا نقول انا طبعا مش 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 فقطتي دلوقتي. انت اعمل ويب سايد. ودومينة واناس ديزاينر وكلام ده. لا. خلينا نقول خطتنا الاولى. الاقوى انك توصل لجمهورك. وطارجة جمهورك. على كل مواقع التواصل الاجتماعي. على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ودي ده اللي انا هتكلم فيه في محاضراتي النهاردة. والمحاضرة طبعا تكملت المحاضرة التانية ان شاء الله النهارة القادمة. ومعاكم بازن الله. اه في اه يعني شرح اللي ازاي ابقى قوي وابقى منتشر. خلينا برضو واقعيين. في نقطة تانية واقعية لازم نقولها. ممكن ما تكونش انت الاحسن مهارة. ممكن ما تكونش انت الافضل مهارة. لكن ممكن تكون انت الاكثر انتشارة. وانتشارك مش هيجي الا بنجاحك. مش ممكن يكون انت لا تملك المهارات ولا تملك المهنية. وما تملكش المقاومات والاكسيبيرينز والقوة. وده انتشر. لا طبعا. لا طبعا مش هتنتشر. لازم يكون انت عندك القوة والحرفية انك بسببها الناس انك تسمع. والناس تعمل شير. شير من على صفحاتك. الناس تعمل تويت على تويتر. بالمنشورات اللي انت بتحطها. الكل هنتكلم طبعا على اهم مواقع تواصل الاجتماعي المفروض تتواجد فيها. ويا رب ان شاء الله. يعني ادعو الله ان اكون عند حسن طبعا الظنبية. اعرفكم بنفسي تعريف بسيط كده. انا محمد اسميل عمر. مدرب الاعلام محمد اسميل عمر. مدرب ومدير تدريب الاعلام الواقعات العامة الدولي. طبعا بشبكة محرر الشرق الاوسط. وبمركز نيو فيجين للتدريب فابو ظاب. انا باحث ماجستير الاعلام في جامعة انشامس. خريج كلية الاعلام جامعة القاهرة. وكمان معتمد من مركز سعليم الكبار جامعة انشامس. ومعتمد من اليونسكو. وكمان اعتماد دولي من اليونسكو. وكمان انا ااخد اعتماد البرد العلامي من الكويت. اه ودربت في الكويت. وبعض الدول اللي قمت بالتدريب فيها طبعا مصر. اه والسعودية الكويت الامارات الاردن المغرب تونس. كل ده من السوشال ميديا. انا قاصد ان انا اكتب بعض الدول اللي انا دربت فيها. وان انا ادرت عملت منجمة ادارة. كويسة. اه مرهقة. عايز اقول لكم مينا مرهقة. الكلام اللي انا بقوله ده عبارة عن كورتالج. كورتالج صغيرة. لكن كل معلومة هقولها مهمة جدا. لو ربطتهم ببعض هتلاقي ان انت خدت كم معلومات جبار وتنفيزه ومش هيبقى سهل. اه مش سهل عليك. لا. مش سهل انه بياخد وقت. هتبص تلاقي نفسك وانت بتنفذ الحاجات البسيطة. انا بديك اه يعني اساسيات. وانت بقى مع نفسك بتتطور طبعا. انا بديك اخر تحديثي في مواقع التواصل الاجتماعي. اه التنفيز ايه بقى? الوقت. انك انت بتيجي تنفذ اللي انا هقوله ده. هتلاقي نفسك محتاج حد يدير معاك. يعني انت لو بزنس من اه يعني ليك تجارة اه ليك وبتدرب مثلا او عايز حد يدير لك مواقع التواصل اجتماعي. في شركات متخصصة بالدير. لكن مش اكدب عليكم. انا اه يعني بشتغل اه يعني مدير اعلام في هيئة وكمان انا بدور او بدير المواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع ده بياخد مني وقت جتير جدا. اه وعايز اقول ان ده بيأثر تأثير مباشر على الاهل والعائلة والاصدقاء. عشان الوقت اللي بيجري مني وانا بحاول انشر منشور هنا وهنا وهنا واعمل فيديو على الموبايل فيديو ومنتاج واحنا طبعا هنعرف مع بعض ازاي يعني عرفت طبعا احنا احنا من ضمن المحاور اللي احنا درسناها في المونتاج كمنتاج على اللاب توب وانا هعمل لكم حاجة بسيطة كدا وتطبيق بسيط جدا على الموبايل نقدم نعمل برضو منتاج بسيط من عليه. اه طبعا ده تعريف بسيط وان شاء الله يعني اتمنى ان اكون هنركز بقى في النقط مهمة عايز اقول لكم بقى ممكن نجيب نوتا وقلم. نوتا وقلم بعد ازنكم قبل ما نبتدي وقبل ما نبدأ التدريب مع بعض وفي الديبلومة عايزين نجيب نوتا وقلم عشان هنسجل معلومات خطيرة النهاردة ممكن البعض يعرفها واكيد الاغلب ما يعرفهاش. نتعلم من اختلافنا كلنا طبعا هنشارك. وانا محتاجة اسمعكم وانا الاقي مشاركتكم مش نسمع بس. احنا انا هنا مش بقى مش بقول بس كلام لا محتاج مشاركتكم وغلق طبعا اجسر الاتصال عشان نركز. عايز اتعرف عليكم بقى. اتعرف عليكم الناس اللي معي اللي حضرت معي دلوقتي مع توقعاتكم يعني بعد ازنكم اه اه يعني يعني واحد واحد مع بعض نشغل المايك وانت متوقع نعرف ايه مع بعض مع اه البراندينج مع محمد اسمع العمر. اتفضل ممكن ابتدي اي حد ممكن يرفع ايه اي شغل المايك ويبتدي يعرف نفسه يقول طب متوقع ايه? اتفضل. هجر. في حد شغل المايك وطفة تاني. انا منتظر تعرفوني عليكم. اتفضل. طب اتفضلوا. حد يبتدي اعرف نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. كيف حالك استاذ? خير. الحمد لله. الله كريمك. الحمد لله. معك هاجر بقلية من الجزائر. صحفية من الجزائر. اهلا بك. الله يشرف بك الخير. اه ممارسة اعلامية حوالي ثلاث سنوات. اه اشتغلت بالجورنال بالصحافة الورقية وحاليا اه صحفية بقناة خاصة. بعمل منتاج وفيديو وتعليق صوتي وهيك. خيص ما شاء الله. الله يبارك. متوقع ما انا ايه يا سيدة هاجر. متوقع ما انا ايه يا رفي. والله ان شاء الله بنكسب خبرات جديدة في الميدان متحديدا في هيد تخصص ان شاء الله. بإذن الله. شكرا يا سيدة هاجر. شكرا لحضرتك. حد تاني ممكن يعرف نفسه. ما شاء الله احنا معنا حوالي تمانية او تسعة. اخواننا نشغل المايك ونعرف نفسنا. تفضله. فيه معنا له استاذ ادريس. يتفضل. السلام عليكم استاذ. افضل عليكم السلام. ادريس نايف. اه صحفي في الشمال السوري. اهلم بيك. تحياتي استاذ. ملشت ممارسة العمل الصحفي من حوالي ثلاث سنين. وحاليا بيشتغل مع المركز العربي باحث ميداني. وصور. اهلم بيك. متوقع ما انا ايه استاذ ادريس. يعني ممكن لي فهمته من حضرتك وتوقعته انه نحنا نشتغل طريقة صح ل النشر. ازا اشتغلنا هذه الطريقة الصح وطبقناها فتوقع ايه ان احنا ننشر او المواد اللي عم ننشر وبتوصل لا اكبر قدر ممكن من الجمهور. تمام. تمام شكرا استاذ ادريس. شكرا لحضرتك. اشكرا. العفو استاذ العفو. حد تاني ممكن يتفضل. شاء الله انا شايف فيه اسامي عبد النصير يتفضل. يعني قاسم شو يا إخوانا فضلوا أهلا بي وناشد أيضا في صحات مواقع التقرص المجتماعي توقعي هذه الدورة ستكون بمثابة ترسك وترتيب المعلومات بشكل منهجي أيضا ستضيف لي بنسبة لي كهاوي الإعلامي ستقدم لي المنصصيات المهمة والمسارة المسار الأفضل لبناء تصورة إعلامية أو المبلو عدرا نحو النسارة الإعلامي بإذن الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك تمام شكرا لحضرتك طبعا أنا سعيد جدا بمندخلاتكم وإن شاء الله أتوقع منكم أن تتفعلوا معي بإذن الله واللي عايز أي سؤال أثناء ما أنا بشرح يكتب في الشات يكتب في الشات الزوم وإن شاء الله هنبدأ مع بعض عشان ما نتأخرش أكتر من كده في بداية بعد ما عارفنا التوقعات إحنا عايزين نقول إن الهدف العام هنا إزاي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والنجاح في الانتشار على السوشيال ميديل إزاي نتعامل مواقع التواصل الاجتماعي طبعا أنا في الدبلومة أو محاضرتين اللي أنا هتكلم فيهم النهاردة وإن شاء الله المرة الجاية يعني حديكم أكبر كم من المعلومات اللي تفيدكم في كل في أغلب مواقع التواصل الاجتماعي وضروري جدا نسجلها ضروري جدا نسجلها ليه؟ لإني تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر الانستجرام اليوتيوب بيدينا تولز بيدينا خدمات وتقريبا يعني 99% من اللي أنا بشوفه ما بيستخدمهاش اللي هي البراند بتاعك دي حاجة بيدها لك التطبيق لازم تستخدمها أنا بقى هنا دوري في الدبلومة معاكم إن شاء الله في المحاضرتين إن أنا أقول لك تعمل إيه عشان صفحتك تظهر قوية ومدام البيج بتاعك البيج الخاص بيه قوية مهم ده حيخلي الناس تعمل تعمل متابعة تعمل اد وتبتد يعني اتبعك وخصوصا لو يعني بتنشر المنشورات دائمة ومش بتستخف بقول الناس الناس خلاص بقى عندها وعي الناس خلاص عارفة يعني يعني بتشوف إيه العالم الفضائي بقى مليء بالمعلومات ومليء بالناس الحقيقي فين فين الأشخاص الحقيقية الريل اللي أنا أتبعهم الزكاة الاصطناعية طبعا يعني اقتحم حياتنا اقتحم صعب جدا ومش عايز اقول ان يعني هياخد كل المهن مننا وقعدنا ععدنا في البيت لكن ما كنتش هتستخدم الزكاة الاصطناعية لتطويرك وانت تعرف احدث ما يتوصله العصر في التحول الرقمي والزكاة الاصطناعية طبعا هتتضر هتتضر تضر شديد جدا فطبعا واكبر دليل على كده اللي مقبلش الذي لم يقبل الشركات الكبيرة العالمية التي لم تقبل التطوير والتطور اختفت منها طبعا من اكبر الشركات اللي في العالم واكتر مبيع للهواتف المحمولة نوكيا شركة نوكيا طبعا عشان رفض الاندرويد رفض التطوير اللي جاله في اندرويد للأسف خسرت خسارة شديدة جدا وتبعت لشركة صينية الان وبتحاول ان هي بتحاول توصل لسوق الهواتف لكن الامر يعني صعب لها دلوقتي من ضمن الشركات اللي اختفت وهي شركات برضو عالمية ولم ولم تقبل التطول الرقمي الكودك كودك كاميرات كودك لا يخلو بيت في العالم ولا يخلو ولا تخلو دولة في العالم الا وكانت كودك هي اللي مسيطرة على سوق التصوير الفتوغرافي والفيلم النيجاتف الفيلم القديم برضو رفضت التطوير فاختفت يعني خد بالك مهما كنت قوي وما اتطورتش هتختفي وزيها زيروكس وزيها شركات كبيرة لم يعني فيها الغرور الله اعلم ايه سبب عدم التطوير غرور يعني قال لك انا الاول فمهم جدا ان احنا كل دي مقدمة لان انا عايز اقول لكم انها مهمة جدا انك تهتم جدا بالبراند بتاعك الخاص بيك انت كشخص الناس اللي حضر معنا انت كبراند ايه اللي تعمل ايه اعمل ايه او ابتدي ابتدي ازاي فيه احصائيات حاجة كده بسيطة كده هنبتدي بيها بسرعة احصائيات مستخدمة ده الارقام دي طبعا تضعفت الارقام دي طبعا تضعفت عايز اقول دي الارقام اللي مكتوبة قدام مننا دي النشطة شهريا نشطة شهريا وليست الفيك تمام كده مليار مستخدم نشطة شهريا على انستجرام تلتمية وتلاتة مليون مستخدم نشطة شهريا على لينكد ان وطبعا عندنا كلام كتير المحاضرة الجاية على لينكد ان وانها سبب انتشاري في العالم عايز اقول لكم سبب انتشاري في العالم العربي من المغرب وتونس والاردن والكويت والسعودية والامارات وكل دول العالم من لينكد ان وهنتكلم كتير على لينكد ان ازاي استخدمه ازاي استخدمه لقوة لي وانتشاري في العالم تلتمية وسبعين مليون زيارة على تويتر مليار ونص مستخدم نشط شهرين على الواتساب شوفوا بقى اهمية الواتساب شوفوا اهمية الواتساب ده الكلام ده احسائيات السنة اللي فاتت السنة ده طبع الاركام ده عايز لكم تتضعفت جدا يعني اتنين مليار مستخدم تقريبا نشط شهرين على يوتيوب العالم كله العالم كله بيتجه لليوتيوب خلاص بقى فيه بس مباشر على اليوتيوب يعني محطات كبيرة جدا وقنوات كبيرة فمهم جدا تتواجد انت كشخص وكأيا كان البزنس بتاعك تدريب اعلام صحافة ايا كان شغلك لازم تعمل لنفسك قناة يوتيوب وتعمل فيديوهات ودلوقت عشان اليوتيوب يعني عارف ان الشورتس فيديو عمل خانة خاصة خانة بالشورتس بالفيديوهات القصيرة ليه الناس بتزهق بفيه ملل ما عادش في حد يتفرج على الفيديوهات الطويلة او لو كان في حاجة مهم اكيد هتفرج عليها اكيد هتفرج على الفيديو الطويل حتى لما بيكون فيه محاضرات يعني بيقولك يفضل ان انت تأسمها الاغاني الحاجات دي طبعا كل ما بيكون قصيرة حتى في الاخبار واحنا بندرب صحافة وانا بدرب صحافة وصحافة انترنت وموبايل من ضمن الحاجات اللي بقولها اساسية في الصحافة الالكترونية ان انا بقول يا جماعة الخبر يكون قصير جدا الخبر يكون قصير جدا ونستخدم في كتابة اه النظام او طريقة كتابة الهرم المقلوب يعني نبتدي باول جملتين تلاتة هما الاهم لان الناس دلوقتي بتقرى العنوان وتقرى الجملتين من الخبر وتخرج تاني فانت بقى لو وزعت اهمية الخبر على بقية الخبر يعني اعتقدت الخبر واحد وستة مليار مستخدم نشط على الفيسبوك يوميا ده بقى الوحيد اليوميا يبقى خلينا نقول ان الفيسبوك مهما كنت في دولة ايا كان لان الفيسبوك ده بيبقى منتشر وقوي جدا في دول وبعض الدول زي مثلا اخوانا واعزقنا في دول الخليج يعني الفيسبوك مش قوي لكن ابتدى يظهر بقوة دلوقتي في دول الخليج دول الخليج دلوقتي اهم استخدام فيهم السنابشات والتويتر سنابشات والتويتر دول اقوى تطبيقين لكن عايزين نقول للفيسبوك لازم يكون لك لازم يكون لك مكانة ليه لان المفترض ان كل موقع التواصل اجتماعي من دول لجمهوره عايز اقول لكم في ناس لها اكاونت على الانستجرام ومعداش لها اكاونت على الفيسبوك في ناس عندهم اكاونت على لينكد ان مفيش عندهم قناة على اليوتيوب في ناس عندهم على الفيسبوك ومعندهمش على تويتر فالمفروض ان انت طارجت بقى كل ده هتلاقي اللي بيعلقلك هنا اللي بيتفاعل معاك على الفيسبوك غير الجمهور الى بتفاعل معاك على لينكد ان غير الجمهور الى بيتفاعل معاك على الانستجرام او تويتر فمهم جدا ان احنا نحط ايدينا في اين الجمهور ومش مشكلة بقى انت تهتم بالتطبيق اقوى في دولتك تهتم بيقى مشكلة. وبعد منه اي تطبيق تاني. دي ما فيش مشكلة. لكن مفروض الاهمية بتبقى الاهمية بتبقى واحدة. ازاي المستخدمين من واقع التوصل الاجتماعي. ممكن بصوا حضراتكم الارقام هنا الاحصائية من سنة عشرين واحد وعشرين للعام القادم باذن الله. اه يا ربنا اديك تطلق امره الصحة. اربعة واتنين مليار مستخدم. السنة دي اربعة واحد مليار يعني فيه ميت مليون مستخدم بيزيدوا كل سنة. عايز اقول لكم من اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين زادوا اتنين آآ آآ ميتين مليون مستخدم. عايز اقول لكم ربنا يحفظكم دقيقة كورونا طبعا والاوبئة اللي انتشرت خلت اهتمامنا بمواقع التواصل الابتماعي باعت اكتر الناس اه تحولت اغلب الوظائف العمل للمنزل الاستخدام بقى لللاب توب والموبايل بقى لاستخدام الاول التدريب والكورسات بقت اغلبها بقت اونلاين الدراسة الجامعية والكورسات بقت كلها بقت اونلاين آآ فلازم نعرف ان مواقع التواصل الاجتماعي بقت خلاص هي دلوقتي بقت رقم واحد توصيل وتواصل مع جمهورك. ما فيش كلام خلاص بقى يعني ما بقاش الفيس توفيس الفيس توفيس انك بتدعو بتعمل دعاية او ماركتنج. الفيس توفيس دي طبعا بقت نادرة او قليلة آآ من آآ من 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 الانترنت يعني تمام? ايه بقى ليه اهميت مواقع التواصل تمام? حصول على عملاء جدد وزيارة اعداء متفعين صفحتك معرفة اراء عملائك سرعة الاستجابة بتساوي نجاح وسع الانتشار والفايدة تبيرة وتكلفة شبه مجانية. مهمة جدا ان انت طبعا عشان تزود عملائك ما انت لازم تهتم بصفحاتك. وبتزيد طبعا اعداء اعداد المتفاعلين. لقيت منشور او صفحة عايزة اعلان اعلان ممول اعمل. اعمل علم ممول. آآ لقيت في حاجات آآ يعني مطلوبة منك انك تهتم بيها ولقيت الناس بتتفاعل عليها اكتر كتر منها. كده يعني معرفة اراء عملائك طبعا الناس بتعرف اراء عملائك منين? من مواقع التواصل الاتمالي. من مواقع التواصل الاتمالي. زي مثلا خانة الاراء الريفيو. الريفيو اللي موجودة على الفيسبوك. وزيها موجودة على لينكد ان. الخانات دي مهمة جدا. الناس بتخش تكتب رأيها فيك. انت كبراند بقى كاسم. المؤسسة بتاعتك. الناس بتخش اللي بتخش صفحة الفيسبوك بيشوف تقييمك من على الفيسبوك كامل. زمان الفيسبوك كان خمس نجوم. الناس اللي عملة اكاونتات قديمة شوية من زمان. كان يقولك الريفيو بتاعك نجمة او اتنين او تلاتة او اربعة او خمس نجوم. دلوقتي بقى رأي قاطع. اما يعني توصي بزيارة الصفحة اما ايه? يعني لا توصي بزيارة الصفحة. فبالوقتي بقى حاجة من اتنين. فيش حاجة اسمها نجمة واتنين وتلاتة. التطوير الخاصة بالتطبيقات دي. يعني كل يوم في حاجة جديدة. في حاجة بتزيد. وما كنتش تبقى انت عارف ايه الجديد فيها وتقرى دايما عن الانترنت وشوف الفيديوهات على يوتيوب وتعرف ايه اوصل الله ازاي وانجح ازاي. طبعا مهمة جدا. سرعة الاستجابة بيساوي نجاح واسع الانتشار. سرعة الاستجابة دي هنا ايه? انك ترد على كل الرسائل. انك ترد على كل الموبايلات. طبعا انا عارف ان فيه جزء كبير او منكم او من حضراتكم بيه اا ما بيردش على الارقام الغريبة. ما بيردش على الرسائل الغريبة. لا حضرتك المفروض انت براند. انت يعني اعتبر نفسك نجم. في مجالك. بغض النظر ان فيه منافسين حواليك. انت بغض النظر ان فيه منافسين حواليك. انت انت كل واحد بيعتبر نفسه نجم. تمام كده? المفترض ان انت بيتم التواصل معاك لشغلك. لو فيه حد بيتواصل معاك لعكسك او ان هو يعمل معك مشكلة البلوك على طول. اعمل له بلوك. بحيس ان ما يرجعش يتصل بك تاني. تمام? لكن مفترض انك ترد على كل ارقام التليفونات. وترد على كل الرسائل. الحاجات دي ده الفيسبوك عامل تقييم لردك على سرعة الرسائل. تقييم. واللي بيخش سوحيتك بيعرف تقييمك على رد الرسالة ايه? هل مية في المية? هل تسعين في المية? هل تمانين? هل تلاتين? وبيكتبلك ده بيكتب كمان ان الرسالة اللي هتكتبها حضرتك. هيترد عليها بعد يوم خلال يوم او يومين او تلاتة. تمام? او زي مثلا زي حالتي ان انا بكتب اللي بيكتب الرسالة برد عليها تقريبا في نفس الساعة او بعد منها اقصى حاجة ست ساعات. فانا اواخد تقييم في الفيسبوك مية في المية. برد في خلال ساعة. الحاجات دي مهمة مش معمولة اعتباطا. الحاجات دي مش معمولة اعتباطا. مش معمولة لعملها لك عشان اه تسيبها. لا المفروض انت هتم بيها. عشان هي دي اللي هتخليك تنتشر. وتخلي كل العالم اتكلم عليك. وتكلم على شغلك. لو ليك منافسين حتى لو في دول اخرى. انت بتميزك بنوع شغلك. اكيد طبعا هتنتشر اه يعني حواليها. اه لو هنقول مجالة بنزوك الامريكية قبل ما تقفل المطبعة. لان مجالة بنزوك الامريكية كانت الاولى في العالم بيع. بتقول خمسة وتسعين في المية من جمهورك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خمسة وتسعين في المية من جمهورك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بنزوك الامريكية قفلت المطبعة وبقت شغالة دلوقتي على الويب سايت. ومواقع التواصل الاجتماعي. اللي كانت بتبيع لكل دول العالم. قفلت. انا بدي مثال بس بسيط عشان عرفك وبقى كل ده كل ده بحفزك اني ان مواقع تواصل اجتماعي مفيش حد يأثر فيها ولو اهتمت بيها بسرعة لان طبعا مش مش في غمضة عين هتمتشر. مش في لحظة انا النهاردة وبكرة وبعد وكمان شهر اقعد كل يوم انشر منشور اقعد كل يوم ايه ده انا ما انتشرتش ليه انا لأ الحاجات دي بتاخد وقت على ما الناس ما تبتدي تسمع وان انت تبتدي تتعرف وانك تنجح وتوصل لمكانة الاصعب كمان انك تفضل مستمر في نجاحك وتفضل في مكانك يعني فيه صعوبتين هنا صعوبة انك تنجح وتنتشر وصعوبة انك تفضل انت في التوب في الانتشار ذاته على مواقع التواصل اجتماعي فيه نصايح وكمان ايتيكيت تحسين حساباتك الشخصية فيه نصايح لازم نعرفها ولازم نسجلها سوا عشان يعني ازاي انا اقدر انجح والناس كلها تاخد عني فكرة ان انا انسان متفاعل انسان متواضع برد على كل الناس لان طبعا انت بتقابل في حياتك الناس ما بتردش كتبت رسالة على الواتساب للأسف اسوأ اسوأ ميزة عملها الواتساب اني ان اللي بيكتب رسالة بتعمله عالم تنظر وآآ بتعمله عمل تنظر وآآ استاذ استاذ سعاد ولا سامعود هاي سمود يعطيك لعافية سمود اهلا بحضرتك عايزة حضرك شغالة المايك عايزة تقولي حاجة مداخلة فضالي لا لا انا هلأ فتت سوري هلأ اللي قدرت فوت كان عندي شغل اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك فان اسوأ ميزة اتعملت على الواتساب اني عمل العلامتين الزرق بقراءة الرسالة انك انت بتبعث الرسالة لحد وآراها ولم يرد ولو آآ يعني في بينك وبينه شغله وردت عليه وقلت له ليه ما بتردش يقولك معلش لسانا كنت مشغول لو سمحت من ضمن النصايح قبل ما ابتدي قبل ما ابتدي يعني سلاح جديد لو سمحت هترد على الرسائل افتح الرسائل مش هترد فيش حاجة اسمها هقرأ الرسالة وبعدين ارد معلش انا هتداي انا كمحمد محمد اسماعيل انا هتداي مفيش حاجة اسمها هقرأ الرسائل وبعدين ارد لأ فضيت وهتقعد جايب شوب النسكة فيه قعد افتح الرسال ورد عليها مش هترد يعني انا عندي انا عندي ابتبلك رسالة وما تفتحاش لتاني يوم ما تفتحاش وما تفتحش لتاني يوم افضل ما تفتحها حضرتك وما تردش والحاجات دي اتيكيت بقى زي ما بقول اتيكيت اتيكيت دي اللي هي سبب نجاح نجاحك وانتشارك وسط الناس انك انت ترد ترد على الرسائل كلها او المكالمات كلها ايه النصايح اولا فيه نصايح سريعة كانت بقى نكتبها بسرعة نصايح سريعة جدا ما تفتحش اي لنكات مجهولة عشان احميك واحمل اللابتوب واحمل الموبايل بتاعك من الهاكرز لان طبعا انتشروا جدا دلوقتي ودلوقتي بيساوموا هيفتح هيقفل الحساب بتاعك ويقولك تعالى الف دولار الفين دولار تلات تلاف دولار تعال عشان اديك صفحيتك وانت بقى بتنشر بقى وجبت صور من هنا وصور مع رئيس الجامعة وصور مدير مصنع ومع الوزير وطبعا مش ممكن هتضيع منك الصفحة كده بالصور المضطر انك تفصل يبقى اول حاجة تعرفها من من ضمن النصايح لحمايتك البيئة الرقمية ما تفتحش اي لنكات مجهولة اللينكات المجهولة دي من ارقام مجهولة لا حضرتك اللينكات المجهولة دي اللي هي من من الارقام التليفونات او من الشات الخاص باخوية والدي زميلة بالشغل لان ممكن يكون حسابه تهكر حسابه والواتساب بتاعه تهكر الفيسبوك بتاعه تهكر فالهاكرز بعتلك على حسابه فالسيادتك تمفاتح لا اي لنك جاء لك بدون اي سابق حديث يعني انا بتكلم دلوقتي خلينا نجيب بعض اسماء الناس اللي حاضرين معنا اا ادريس مثلا بكلمه على الواتساب او بكلمه على اه الا المسنجر. وقلت له بعد ازاك بعتلي اللينك بتاع اليوتيوب بتاعك قمت اليوتيوب بتاعك. او الاستاذة ابو بكر مثلا قلت له لو سمحت بعتلي اللينك الخاص بالانستجرام. فبيبعتلي اللينك. ده مش مجهولة هو. لكن لما يكون مفيش اي حوار بيني وبين الاستاذ كامل العزام او الاستاذة هاجر. مفيش حوار بيني وبينهم. تمام? ولقيت لينك جاني. اه لا ده هنا هاسأل بقى. هنا اسأل. اللينك ده ايه? فمهم جدا انا بتفتحش اي لينكات مجهولة. لان بمجرد ما تفتح اللينك اصبح اللابتوب والموبايل بقى في ايد الهكرة. تاني نصيحة اه منشوراتك تكون محايدة. تمام كده? والنقطة دي مهمة جدا 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 في العمل الاعلامي والعمل الصحفي. لو سمحت ما يكونش لك اي طيار سياسي. لو سمحت ما يكونش لك اي طيار ديني. لو سمحت ما يكونش لك اي طيار رياضي. تمام كده? منشوراتك محايدة. احنا بنكسب كل انواع الجمهور. طبعا مع كل. ممكن معلش انا عسفة ممكن اقول حاجة? بتفضلي افهم. ليه ليه اكون محايدة? انا مسلا بحب النادي الاهلي. اه بكره السيسي. اه بحب النجمة الفلانية او النجمة الفلاني. بحب النقطة من الدراما. ليه اكتب ليه اكون محايدة? سيدة صفية تعرفيني بحضرتك. تمام انا اسمي صفية مصطفى اه شغالة فريلانس مع العربي الجديد في القسم بتاع السوشيال ميديا واحيانا بكتب تدوينات نقضي فاني حاجات خاصة بالدراما وكده. مدرست طبعا مدرستش صحافة عشان التنسيق. لكن اخدت باخد الدبلوما دي عشان اعلي مهارات شفية. تمام يا صفية. اهلا بك يا صفية. اهلا بحضرتك. طيب اجاوب. اتفضل طبعا. وبعد ما اجاوب حضرتك هيحتاج ان الكتروت دي على اجابتي. تمام كده? تمام. اتفضل. انا بقول هنا انا بقول هنا منشورتك محايدة عشان انا مطلوب مني شوف حضرتك قلت ايه الاول انا بحب النادي الاهلي. هل انت متخيلة جمهور الزمالك قد ايه? على الفترة انا الاهلاوة ولا زمالكاوة عشان تفهمنيش غلط. تمام كده? هل انت حضرتك تعرف. انا ما عنديش ازمات يعني انا ما عنديش اتحايف. ما انا هرد عليك اهو. طيب انا هقول لحضرتك اهو. وكذبت منشور مبروك للنادي الاهلي. لو مع حضرتك من اصدقائك او من صحابك اللي عاملين معاك فولو حوالي تقريبا متين واحد زمالكاوي. متخيلة متين واحد ممكن يعمل معاك ايه? جاوبيني بقى? تم هو لما هي الزمالك برضو جاوبيني عياد السؤال يا فنم ثانية واحدة. حضرتك خرجتي من الاجابة معلش. انا بس سألتك سؤال صريح. سؤال الصفية. حضرتك دخلتي بهجوم. فانا برد عليك بالراحة. فترد عليها بالراحة. دولي السؤال الصفية دلوقتي انت كتبت منشور مبروك للنادي الاهلي. ومعاك متين على الصفحة مبروك وكتبت كل حاجة مبركة كبيرة على الاهلي. معاك متين واحد من الزمالك على الصفحة. متوقع ممكن مية منهم يعملوا ايه? بلاش المتين. يعملوا ايه? ما انا برد على حدك حدك مدتنيش فرصة. ده فضل. هو برضو لما الزمالك يفوز اقول مبروك للزمالك وانا بالنسبة لي عادي معنديش مشاكل. انت عندك ممكنش مشاكل. صح كده? اه. انا ما قلتش المتين. انا قلت لو مية ممكن يعملوا ايه? مية من المتين ممكن يعملوا ايه على صفحة. لأ ما هو هنا المفروض ان انا انزل لمستوى الانحياز الاعمى والجنون? ولا المفروض ان احنا نبعدين الروح الرياضية وفي الاخر هو ماتش? طيب هقول لحضرتك طب يعني هشخليها بابلك يعني هشرحها بشكل عام. طيب. وبرضو اه هشرحها لك بشكل عام. انا دلوقتي كنا مدرب انا كمحمد خلينا اشرحها لك على نفسي انا محمد اسماعيل عمر انا كمدرب. طيب. اللي يخش على صفحة حضرتك هيلاقيني لا كاتب منشور للاهل ولا الزمالك. ولا كاتب حضرتك منشور للدين اسلامي ولا دين مسيحي. ولا كاتب اي منشور للسياسة للاخوان ولا السيسي ولا مش كاتب اي منشورات ليه? هل ده معناها انها ماليش هوية? هل ماليش هوية? ماليش اه ماليش اي اتجاه? لأ ليه. لكن انا راجل بزنس من. انا راجل راجل اعمال. بقى انا مطلوب مني ان انا لما اعلن على كورس عندي في الصفحة بتاعتي يحضر لي الاهلاوي والزملكاوي. مطلوب مني اللي ما اعلن على الصفحة يحضر لي معلش السساوي واخواني. يعني مطلوب مني ان كل الناس دي تحضر لي ومحدش فيهم يعمل لي بلوك. محدش فيهم يعمل لي انفولو. محدش يوم يخش الديني ريبورت على الصفحة ويدريني حاضري أستاذ إدريس ويدريني على صفحتي فأنت إيه رأيك هل الكلام ده أصح ولا إني أوجه صفحتي بعض المنشورات اللي تثبت بتوجهي أيا كان بقى رياضي أو ديني أو سياسي وأخسر جنب الآخر إيه رأيك أستاذة صفية كلامي هيزعل حضرتك كلام إيه كلامي هيزعل حضرتك ليه يا فهدني وأنا بقول كلام غير الموضوع بمنتهى نفساته أنا شافاك التالي أنا مطلوب مني أتقبل الناس زي ما هم كده بفكرهم بقرأهم بتوجهاتهم وهم مطلبين يتقبلوني زي ما أنا واللي مش هيقبالك عامل إيه طيب معلش يا أستاذة صفية خبالي برضو أقول برضو لو أنا عمل إيه هو طبعا إحنا بنتكلم هنا دي تعتبر أروجات نظر يكون شخص شايف أنه هو لم تتلتزامه بالحياد بيتجنب هو اللي هو كشخصية عامة بيتجنب أي حد بأنه هو صح يا سيدة ببكر صح لكن في نفس الوقت في بعض القضايا التي لا تقبل المساومة مثلا كان فيه ناس كثير جدا تروم على محمد صلاح والمو مش متدخل في القضايا الفلسطينية إن الراجل ده نجم ولاعب كرة وإحنا منتظرين ويرفع تشيرتي زي بوتريكا لكن هو الراجل عند وجهة نظر إن أنا موجود في نادي أوروبي وعندي تعاقدات فيه لو بيصهيوني قوي جدا فممكن يتحكم ويحجمني وما يدينيش جوائز عشان ليه مواقف القضايا الفلسطينية فهو وجهة نظر كده لما جات العالم كله مثلا هنأ المغرب بالمركز الرابع في كاس العالم كأنه هو محمد صلاح مش موجود ما عمل لهمش أي منشور دي مثلا نازل عبت عليه فيها لأن ده فريق عربي وصل للمركز الرابع ففي قضية فيه الوجهتين نظر محترمين فيه وعب يالك إنه هو عايش عشان قضيته وقضيته دي هي الأساس يعني هو مصلم وشايف إن الموقف بتاعه ده يعبر عن دينه وعنده حمية على الموضوع ده وفيه ناس كتير جدا من متابعين ومتخش معاه علشان الأساس ده ممكن نضيف حاجة سبيانا حضرتك أستاذ أبو بطر مفضل إحنا بنعمل نقاش وده مفتول أنا أنا مثلا على تويتر آآ بقولها صراحة أنا ولا إلا إله إلا الله محمد رسول الله مش جواز ففريق وفي نفس الوقت لي أصدقاء مسيحيات من طواقف مختلفة سواء أرتوزكس أو كاس ولي لما بيجي العيد أنا بهنيهم عادي وما عنديش أزمات فزي ما أنا متقبلا الأراء الأخرى أنا محتاجي أعلن عن نفسي والآخر مطلب يستوعبني هو ده الهدف عموما إن إحنا نخرج من قصة التحيز الأعمال فكرتي المقرائي المكلام ده كله أنا مستوى أجل رأيك في نقطة أستاذ صفية في نقطة هنا برضو لازم نفرق بالحاجة وحاجة يعني بيه فرق إن أنا بقول مثلا معايدات أو إن أنا بيعبر عن ديني جمعة مباركة وحاجات دي لكن في ناس مثلا ممكن يكونوا يصدقوا من أستاذ محمد إن أنت بيتيجي تقول مثلا إيه أن المسيحية ديانة باطلة ومنفكة من داخلها ده صحيح أنا راجل مسلم بس بقول لي الديانة التانية دي باطلة وكل أهلها في النار فهو ده صح ده معتقد المسلم وكذلك معتقد المسيح إن المسيحي شايف إن أي حد نفسي بس أفضليني أعمل مداخل الصغيري لو سمحت أنا أكمل النقطة دي أصمود بعدين حيث يدخلي فهو يقصد لو أنت مثلا عندك سني أو شيعي أو أنت مسلم أو مسيحي والجماهير بتحبك من كل هذي الطواقف بس ضب أنت راجل مؤثر بلاش تصير فيهم أشياء هي اتعبر عن إيمانك بس إظهارها بهذه الطريقة اللي فيها خلاف نحن نتكلم في أسلوب هنا بقى نحن نتكلم في الطريقة وأنا بتكلم في الأسلوب يا سواء صفية أنا بتكلم في الأسلوب أخصى الصمود من لبنان برضو بحيث أننا مبقاش نتكلم واحدنا زميلة صفية أنا بالعرب الجديد أنت فريلانس بس أنا موظفة بالعرب الجديد إلى عشر سنين بال2017 لو أنت كنت رح تنشري منشور أو تويت عن الأزمة الخليجية أنا برأيي مع أنه إحنا لنا قدر كبير من الحرية أنا برأيي أكيد كان رح يتوجهدك إنذار مثل العديد من المؤسسات الإعلامية إحنا صحيح نتعامل مع الأراء والحريات وهذا شي طبيعي بس إحنا مقولة بين ضمن سياسات معينة مثل الزملاء بالفرونس سري بس عفوا لو سمحت لو سمحتها خليني كمل مثلا في عنا زملاء بالفرونس بريس تعرضوا لتحقيق بسبب منشورات لإلون مع أنه هادي فرونس بريس فيك تقولها وكالة عالمية مهنية من الدرجة رفيع بس كمان أي منشور هو يعني صحيح هو على صفحتك الخاصة بس كمان في ضوابط تحكم عملنا أنا عايزة ورأيي إنه أستاذ أستاذ بكير واضح أنا متواجه ليش لما كنت بتكلم على الأزمة الخليجية خالص على حساب الخاص لكن في شغل ما كنت بغطي بس أنا كنت عم بقلك إذا كنت بفرونس بريس أنا عطيت مثال تاني أنا بنت العرب الجديد وبقدر بقلك قدش إحنا على قدر كبير من الحرية بس في محلات أنا في سياسة عريضة إذا إنتي حتى لو كان عن منشورك كنتي راح تتوجعي مثل أي محل بالتوكب حتى إذا كنت بالعربية أو بالجزيرة أنا عندي أصدقاء بالجزيرة كمان وقت الأزمة كنا ملتزمين بخط عم مع أنه إحنا شغلنا هو عبارة عن آراء ومواقف بس في ضوابط فهذا الأستاذ اللي عم بيحكي عنه شكرا شكرا يا سيد سمود شكرا لحضرتك والله وشكرا يا سيد صفية يعني حلو جدا المدخلات دي حاجة جميلة جدا إن إحنا يعني نوضح النقط دي وكويس إن في حد يعني معنا آآ يعني قابل اللي أنا بتكلم فيه كويس وجهة نظر حضرتك يا سيد صفية برضو صحيح أستاذ إدريس مدخلة سريعة عشان نرجع للشرح للديبلوما أستاذ إدريس قول مدخلتك في دقيقة بعد إذنك أقل من دقيقة تفضل أنه كنت بطمع بوقت أكتر بس تمام اللي بدي إلك يا أنه نحن بالشمال السوري بتعرف يعني وضع الحرب والثورة وإذا أسره ففي بعض المواقف نحن ما بنقدر ننشر أو نكتب عن حيادية إذا نشرنا بشكل حيادي فمنتهاجم من قبل الجمهور فنحن بيهاك حالي إيشو لازم نعمل هذا سؤالي الله عطيك العافية ده سؤال سهل جدا لأنه نحن بنشتغل بنشتغل في سياسة تحريرية في المكان قبلت السياسة التحريرية قبلت واشتغلت ما هو بص حضرتك فيه جرائد أغلب المواقع إما يمينية أو يسارية ما فيش حيادية ما فيش حيادية حتى اللي بيقول على نفسه إنه حيادي بيبقى أطراف كلماته وبين السطور ليس حيادي فأستاذ الغالي أستاذ الدريس أنت في مكان مطلوب منك توجه يميني كامل أو توجه يساري كامل أنت قبلت فنازم تشتغل ما هو جمهورك متوقع منك متوقع منك إنك يكون قضيتك واحدة قضيتك قضية معينة وتهاجم كل اللي ضد قضيتك لو أنت في الطرف الآخر يعني من من اليساري بقى قلنا خلينا نقول أنا بقول يميني ويساري أنا مش مش نقابي يعني يميني وانت في الطرف الآخر يساري مطلوب منك إنك تهاجم اليساري بكل قوة ولو أنت في الطرف الآخر إنك تهاجم اليميني فطبعا حضرتك موجود في مكان السياسة تحريرية مطلوب منك إنك تهاجم مهاجم لقضية معينة دي سياسة تحريرية قبلتها بتكمل شغل ما قبلتها بتترك العمل تمام شكرا أستاذ صفية شكرا أستاذ أبو بكر شكرا أستاذتنا الجليلة التي تدخلت فعلا أنا النظريتي هنا في الكلام الخاص بمنشراتك محايدة إن أنا مطلوب مني إن أنا كل الجمهور يسمعني لكن القصة إن أنا أبقى لي توجه لا يعني توجه بكلمات معينة أنا هنا ممكن يكون فيه محط يعني شوية فيه حسيسيات أنا مش عايز دي خالص يعني أنا مش عايز دي عشان كده أنا ليه بقول أنا قلت في الأول قلت يا جماعة أنا ليه منشراتي محايدة اللي خشي مش يلاقيني ليه تأي توجه هل ده معناها إنها مليش هوية عايش في الدنيا عايش في الدنيا هوائي لا يا فندم أنا ليه توجهاتي ولايه أصدقائي ليه عائلتي ليه أهلي بقول رأيي بتنرفز وبتعصب لكن أنا في البزنس بتاعي وشغلي سواء الإعلامي أو الصحفي أو التدريب أنا ببقى فيه هنا أنا أحضر لي يا جماعة في الريفيو بتاعي في الريفيو الأراء اللي بتتم كتابتها عن محمد اسماني عمر إن اللي بيخش يكتب هتلاقي الدكتور المسيحي والمسلم عايز أقول إن كان فيه يعني كان فيه حد بديانة لا مسلم ولا مسيح ودخل كتب رأيي في لي إن أنا يعني ببلي أنا بك شغلي عام ومطلوب مني إن أنا كل الناس تحضر وتعرف وتفهم أنا قصد إيه أما بخصوص إن انت عايز دي أوجهات ناظر زي مستدر أبو بكر رمي قال مشكور صفحتك وجهة ناظرك على فكرة هنتكلم هنا في الدبلوم أقول إن فيه فرق بين حسابك الشخصي حسابك الشخصي وحساب العمل الأكون بتاع الشغل حاجة وحسابك الشخصي حاجة يعني إيه برضو ما يجي قدام هتكلم فيها يعني ما نفعش أنا أنا كمحمد سمير العمر بعلن عن كورسات وبنضم الدبلومة الإعلام الرقمي وبروح أدرب في وزارة وروح أدرب في في هيئة وروح أدرب في كويت ودرب في السعودية وحطي صورة وأنا على البحر بالميون ما ينفعش وحطي صورة وأنا واخد سيلفي في فرح ما ينفعش وحطي صورة من ورا من الجن اللي بلعب كورة ما ينفعش يبقى فيه فرق بين حسابي أنا الشخصي أرأي فيه أوكي تمام ما عندش مشكلة وحساب الشغل بتاعي لازم يكون حساب احترافي وبروفيشنال والبروفيشنال ده ما فيش لا مسلم ولا مسيحي أهلاو ولا زمالكاوي ولا سياسي يميني ولا السياسي يساري ولا الكلام ده تالت حاجة عشان إحنا وأشكركم طبعا لمداخلاتكم ما تعملش روت لموبايلك نهائيا أو اللاب الروت ده بسرعة كده الروت ده بيدمر الموبايل أو اللاب الروت ده اللي عايز يسأله يعرف إيه الروت ده الروت ده اللي بيحاول يعني يفتح أبليكيشن أو مواقع زي الVPN كده مواقع محظورة فلازم تعمل الروت الروت ده بيدمر لك الجهاز بيدمره عايز تعمل الروت اشترك الموبايل تعمل فيه الروت? موبايل تاني. ليه? لان طبعا موبايلاتنا اه اه يعني فيها صور وفيها فيديوهات وحاجات شغلنا. فلو عملت روت وحد دخل الموبايل بتاعها خلاص حتى كلها اه بقت عليه. زي ما عايزة اذكر حاجة مهمة جدا خاصة بسفة الموبايل يا جماعة. في ناس بتستخدم موبايلاتها انها تصور صور خاصة الخاصة. وده مش صح. لما تيجي تبيع او لما تيجي اه تدي تليفونك لمحل او لشخص بفيه برامج بترجع الحاجات المحزوفة. ما تعتقدش ان موبايلات او اللاب بتاعك لما بتيجي تديل صديقك او تبيعه انك انت كده ومساحة اللي عليه او فارمات اللي عليه حاجتك بتبقى موجودة بترجع ببرامج بفلوس. بترجع ببرامج بفلوس وفيه برامج مجانة بترجع صور اه اه ايه الحاجة ايه الحاجة الخاصة ايه اللي عليه. رابح حاجة سريعا كده. رب ما تثبتش برامج خارج موبايلات. الجوجل بلاي او الاب ستور لينكات مجهولة. يعني ما نفعش تسطب لان البرامج دي عليها سيفتي. فما تسطبش برامج براهم. تاني حاجة حدث نظامك دايما. يعني اه دايما ترسح الصبح تشوف احدث حاجة على اللاب توب. تشوف احدث حاجة على الموبايل حدث الابليكيشن. هتلاقي ان كل يوم ما فيش يوم بيفوت الا ما تلاقي تطبيقين ثلاثة في يوم تحديث على فكرة. مش 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 حاجة عادية بتفوتها. لا لان ساعات بيبقى في صغرات امنية. عايز اقولكم فيه ناس قاعدة على اللابات على اللابات قاعدة في البيوت على اللابات شغلتها تكتشف الصغرة الامنية في الفيسبوك. تكتشف الصغرة الامنية على في الويندوز تتشف الصغرة الفنية في مثلا الانستجرام ويبيعها للشركة ابعتوا الف دولار الفين دولار عشان اديكم الصغرة دي. الشركة تعمل ايه? بتحولها تحديث وبتبعتها لكل العملاء. فمهم جدا ان تتحدث طبعا كل نظامك ما تكتبش رقم سر عادي. لان اول حاجة يفكر فيها اي هكر تاريخ ميلادك. تاني حاجة يفكر فيها اي هكر رقم تليفونك. لان في ناس كتير بتعمل بتاعها يا اما رقم تليفونك يا اما تاريخ ميلادك. لا نعمل الرقم السري ارقام ورموز وحروف. ارقام ورموز وحروف. عشان تبقى دي كل دي نصايح للحماية للبيئة الرقمية. تعالوا بقى نبتدي نخش بقى لصفحاتك. افصل بيئتك الخاصة هو ده لانا بقوله. صفية لو حضرك معنا هو ده لانا بقوله. افصل بين حياتك الخاصة وعملك. البروفيشنة بتاعك انك يبقى الاكاونت بتاعك. اما انك انت تعمل اكاونت لأصدقائك واصحابك والفروج والفسح. وقرائك السياسية وقرائك الرياضية وقرائك الدينية. نخليها الاكاونت بتاعك وتعمل او تعمل اكاونت لشغلك. لمتابعة اشغالك. للناس اللي هتتبع شغلك. وده ملهوش علاقة لا بقى اقراء دينية ولا السياسية ولا الرياضية. ولو عاد نصيحتي طبعا هيبقى عندك تشتت لا اعمل حساباتك حساباتك بيزنس ويفضل انك تبعد عن اي اقراء. انا عايز اقول لكم على حاجة وصد صفية برضو يعني معلش يعني يا ريت تسمعني. انا لو قاعد مع ابني مع والدي. وحرجو جبت سيرة الاهلي. الاهلي والزمالك. انا بشجع مثلا الاهلي. والدي بيشجع الزمالك. عايز اقول لحضرتك انا لو الاهلي جاب جون وانا قمت قلت جون. والدي ممكن يديني بال بالرموت. يضربني به. ممكن يزغدني ضربة وهوالبي. يعني عايز اقول يعني عايز اقول له مبالك بجمهورك. انا كل ده بخاءت بانمي جواك انك تكون انت في البيت. لو قلت رأيك المخالف. انت في البيت. لو قلت رأيك المخالف. عايز اقول لحضرتك اللي بيختلف معاك ممكن يخصمك. ممكن يزعل منك. مبالك بقى بالامتابعك على صفحتك. انا بقى مطلوب مني كل الناس تتبعني. كل الناس. وانا ارائي اخليها على القهوة. انا عايز اقول لكم ان انا جاي بسرعة كده. نشرت مقال قلب عليها الدنيا. مقال انا نشرته على موقع. انا اللي كنت نائب رئيس تحرير هذا الموقع الاخباري. وكتبت مقال مكاتب فيه. اه سرقة الحكومة حلال. اللي ارى العنوان بس حضرتك يعني اللي ارى العنوان بس هاجمني. وجاني كم مكالمات ايه اللي انت كتبه ده ازاي انت انت بتوجه الناس تسرق الحكومة. يعني كل القصة ان انا كاتب حوار دار بيني وبين صحفي. باختصار يعني. اه اه صحفي والمفروض ان الاعلاميين او الصحفيين تحديدا ناس مرموقة. يعني ناس من عالية القوم في الفكر. مش عالية القوم في المال. في الفكر. وبيتكلم بيقول يا جماعة انا بسرق الكهرباء. انا الحكومة سرقة الحكومة حلال. عايز اقول لكم. انا هنا بدوق ان اقوص الخطر. المقال هنا. بدوق ان اقوص الخطر اللي الناس اللي شغالة في الحكومة اللي هو يا جماعة الناس بتسرق. عشان انتوا اه يعني غاليين او بتعلوا الاسعار. والعنوان كان صادم ان انا كتبت سرقة الحكومة حلال. لكن هو اه القصة قصة انك ازاي ازاي انك انت اه توصل لكل قلوب الناس مهما كان ديانته او 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 رياضته او 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 اسمه. واحد الاسم. تاني حاجة. واحد الاسم في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هتعمل اكاونت على الفيسبوك. هتعمل على انستجرام. هتعمل على القناة على اليوتيوب. هتعمل على تويتر. لو سمحت اسمك يكون واحد. عربي او انجليش. عربي او انجليش. اسمك نفس الحروف. تمام? تعالوا بقى الاهم نقطة اهم نقطة بروفيشنال بقى. بروفيشنال. في شغلك انت كابراند. في شغلك انت كابراند. ان انت تصنع الويب رابط الويب بتاعك لصفحتك. زي ما انا امدي مثالهو. انا امدي امسيل اربع امسيل اهو. ليه اه 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 لشبكة اه محرر الشرق الاوسط. ما شاء الله عايز اقول انها نفس الحروف نفس الحروف موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وانا مقبر شوية ركزوا معايا. مقبر شوية لينكت ان اللي انا عايز اقول لكم يعني آآ بفضل الله آآ ثم بمجهودي وتعبي آآ آآ لينكت ان سبب انتشار ونجاح كبير جدا على مستوى العالم. وعشان كده بقول يا جماعة اهتموا باللينكت ان عشان وعشان كده المحاضرة الجاية هقول لكم على بعض الاسرار وبعض الحاجات اللي خليكم تنتشروا على لينكت ان حول العالم يعني تمام? يا ادئسنع رابط ويب ان انت تقدر تعمل تعديل تقدر تعمل تعديل لرابط الويب بتاعك. بقى اسمه باسمك. اهو. facebook.com slash الانستجرام كذلك. التويتر كذلك. انت تقدر ده في التعديل اللي هيسأل ويقول لي ازاي آآ استاذنا نعدل ده. ده موجود في كل موقع تواصل اجتماعي موجود اليو ار ال بتاعك يقول لك اعمل تعديل. خش. وخد بالك ما بيتكررش. خد بالك ما بيتكررش. يعني لو فيه حد يحاول يسمي مينة ادودرز آآ ادودرز تاني هيقول له لا الاسم ده متقجر. او موجود دلوقتي. دور على الاسم تاني. يعني بيقول لك دور على الاسم تاني. فالاسم ما بيتكررش. اللينك بتاعت ده ما بيتكررش. هيقول لك بقى خد رقم اتنين. خد رقم سبعة وسبعين. انا عزو اقول لكم لما جيت اسمي مواقع التواصل اجتماعي الخاصة بيا. لقيت نفسي مديني آآ ستة وتمانين. محمد اسماعيل عمر ده معناها ان في خمسة وتمانين واحد مسمي بنفس الحروف محمد اسماعيل عمر. لكن انا يعني الحمد الله قدرت العب لعبة كده في الاسم. وخلت اختصرت الاسم وخلته مميز آآ ومنتشر على كل مواقع التواصل اجتماعي. مهم جدا انك تصنع رابط لصفحة المؤسسة. المصايح تانية بقى اربط ملفك بحساباتك الاخرى ودي هنشرحها على سوشال ميديا. دي هنشرحها ازاي اربط الفيس ببقيت مواقع التواصل اجتماعي. وازاي اربط اربط اليوتيوب ببقيت مواقع التواصل اجتماعي. وازاي اربط الانستكازالة. ده مهم جدا. يعني ايه? يعني اللي يخش صفحة الفيس يلاقي لينكات بقيت مواقع التواصل اجتماعي. يعني اللي يخش خناتي اليوتيوب يلاقي لينكات بقيت مواقع التواصل اجتماعي. يعني معنى صح اي فرد من الجمهور اللي بيتابعك يخش لك اي موقع تواصل اجتماعي يلاقي بقية ودي هنشرحها حاجة حاجة في موقع موقع مهم جدا طبعا مع كل يعني اسف مع كل اسف لمحب اللغة العربية هنا طبعا منهم لازم تشيل الهمزة لو انت اسمك في همزة لو انت اسمك في همزة لازم تشيل الهمزة اه من الاسم الرئيسي يعني لو محمد اسماعيل عمر انا اسمي محمد اسماعيل عمر للاسف لازم اشيل الهمزة من تحت الاف من اسفل الالف لو حد مسلا هيكتب اعلام مدرب الاعلام في محمد اسماعيل عمر اعلام الهمزة من اسفل بتتمسح ليه? ليه يا سبب طبعا حد في تسويق قال عليها لان انا كان اسمي الاول في همزة قال لي محدش يا استاذ ملمي يجي سرح على محمد اسمعيل عمر هيدوش اله من تحت. اللي هي حرف y خرف y على الكيبورد محدش بيكتب محمد اسميل عمر هيدوس shift. الف همزة من تحت. تسعة وتسعين في المية من اللي هيبحث. هيبحث محمد اسميل عمر اللي هي الالف اللي بدون اللي بدون اي اه همزات. تمام كده? انا بتكلم في الاسم. ما بكلمش عن منشورات. البوست اللي حضرتك تكتبها. اكتب الهمزة زي ما انت حضرتك عايزة. لكن انا بقول على الهمزة في الاسم. اسم البروفيل بتاعك. هم جدا عمل كارت الانترنت الشخصي. عارفين حضراتكم كل واحد ليه business card. اللي هو المطبوع. business card. انا بقى ان شاء الله هقول لكم على سر خطير ان انت تقدر تعمل internet business card. يعني كمان هيبقى ليك كارت. internet card. يعني link واحد في كل مواقع التواصل اجتماعي. مش هنسبة للاحداث ان شاء الله هنوصل ليه ازاي اعمل الكارت ده. انه بlink واحد. link واحد. هيبقى هو الكارت بتاعك. internet business card اللي هو ازاي انا واحد. بدل مسلاً محد يسأل استاذ ادريس يقول له لو سمحت ابعت لي ابعت لي link الفيس. الاستاذة الصفية يقول له لو سمحت ابعت لي link twitter. يعني الاستاذة ابو بكر لو سمحت ابعت لي قناة اليوتيوب. لا يا فندي متفضل حضرتك اللينك الخاص بي اهو. خش. هتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدر تعمله barcode لو هتطبع كارت. barcode سهل اي حد يلقط البرك وود مين على الموبايل. اه سابق حاجة انك تثبت منشور اقوى مناسبة وصلت ليها. دي بقى اكبر نقط brand leak. دي ولازم كلنا نستخدمها. لازم كلنا نستخدمها. وعايز اقول لكم حصل فيها تعادلات خطيرة في الفترة اللي فاتت دي. اولهم الفيسبوك. الفيسبوك كان منشور واحد. منشور. باست اللي هو انك انت تنشر منشور واحد مسبت. بقى ستة. الفيسبوك دلوقتي الفيسبوك عدل ده ان انت انت تثبت ست منشورات ليك. اللي هم اهم ست افنتات ليك. انستجرام كان منشور واحد. صورة واحدة يعني مثلا منشور واحد. خلهم تلاتة. اللي بخش صفحتك يلاقي تلات منشورات مسبتين. انا عايز اقول لكم انا كل ده بسري ايه? انا كل ده انا بعلم ايه ولا بضرب ايه او ترينج بتاع ايه? ان انا خلي صفحتك اللي يخشها ما يخرجش الا ما يعمل لك follow. ما يخرجش الا ما يعمل لك add. ما يخرجش الا ما يعرف ان انت قوي وصفحتك حقيقية انك انت مهم ان لحد يعمل لك. لما انت مثلا خلينا اقول لكم زي تويتر حتى الان لسه منشور واحد. منشور واحد. لينكت ان حوالي ستة او سبعة. يعني ممكن المنشورات المميزة على لينكت ان ممكن تثبت اكتر من منشور. ايه دور المنشور ده بقى? تعالوا اقول لكم ايه اهميته? اهمية المنشور المثبت ده. دلوقتي انا اتكرمت انا من عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة. وكمان انا اتكرمت اتكرمت كمان من اه مدير الاقليمي للراديو شاك. رح تقدتهم سوشيال ميديا. راديو شاك. راديو شاك ده اكبر برند في العالم بيع. تمام كده? انا اتكرمت من وزارة الدولة للاعلام. فدول اكبر مثلا تلاتة افينت. لكن انا اتكرمت بطبعا من اكتر من جامعة اكتر من وزارة. يبقى سبت اهم الايفنتات دي على الصفحة. ليخش يلاقيني واو. ليدخل الصفحة يلاقيني قمت بالتدريب. اتكرمت من مثلا سفير السعودية. سفير تركية. سفير فرنسا. اتكرمت من وزير الدولة للعمل. الحاجات دي ثبت. ثبتها. ليه? لان منشوراتك بعد كده يعني هتبقى مش بنفس القوة. اه عملت ورشة. عملت كورس. اه قبلت شخصية عامة. انت ممكن من ضمن الحاجات اللي تثبتها ان انت مثلا عملت حوار مع مثلا رئيس اه يعني رئيس دولة او ملك او امير. يعني الحاجات دي للي بخش الصفحة لازم يلاقي ان انت اه برند قوي. ان القصة ان انت اه عملت منشورات قوية ولو حتى دخلت دخل الصفحة ما لقاش القوة في المنشورات لكن عارف ان انت من الاول اه اساسا منشوراتك قوية. بقى دي نقطة مهمة جدا فيه كم كبير جدا من الناس الناس ما تعرفهاش في كم كدير كبير جدا من الناس. وكانوا من ضمن الناس اللي ما تعرفش البرندات القوية لما راديو شاك. راديو شاك ما كانوش يعرفوا حتة جزء الخاص بيه انك انت تثبت. اه عرض عملوا عرض. خصم مسلا خمسين في المية. عملوا عرض واحدة عليها واحدة مجانة. الحاجات دي ما ينفعش تبقى في البصص العادية. يعني ينزل في البصص العادية. اقول لهم يا جماعة اي عرض قوزة ده يبقى مثبت. يخش الصفحة يلاقي ان انتو عاملين عرض خمسين في المية. والمنتجات جوه المنشور. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة انت كل ده انا بقوي ازاي انت صفحاتك تبقى قوية للي يفش صفحتك لاول مرة. حتى كمان اللي متابعك يبقى فخور انه طبعا اه يعني ان هو ايه متابع. اه خمس نصائح فعالة لقدارت السوشيلا ميديا نصائح سريع. يعني نشرحها بسرعة. تفاعل مع جمهورك ولا تتجاهل اي تعليق او رسالة او ده الكلام ده انا قلته يا جماعة على فكرة. ترد على كل الرسائل وكل الكومنتات. احكي قصص من خلال الخاص بك او ريلز. اه على فكرة ريلز دلوقتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مهمة جدا. استخدم اتواد الجدولة المنشورات زي الميتا بيزنس والبفرق. واستخدم ريلز اسرع طريقة في الحسابات الانستجرام. ريلز. والاااا كمان اللايف كمان مهمة جدا على الانستجرام. اعادة نشر بستات اكثر تفاعلا كل ترات شهور. خلينا نعدل شوية في موضوع ان انت تعمل شير لتلات شهور. لا اعمل شير. بصوا بقى حضركم نظرة تسوقية هي. تعالوا بقى. نظرة تسوقية بتسعيدني انا بنسبة مثلا اربعين في المية من قوة مكوة الصفحة. اكتب معايا النظرة دي. ان في نفس السنة نفس اليوم العام الماضي. او العام بيجي لك اللي هي الميمورز. الزكريات. على الفيسبوك. ويقول لك زي النهاردة. من خمس سنين. انا دربتك كلية العام جامعة القايرة. من ثمان سنين. زي النهاردة. من خمس سنين. اتكرمت من او كنت بزيارة مع سفير الامراض. زي النهاردة. من ثلاث سنين. الحاجات دي تعمل لها شير. الحاجات دي تعمل لها ريتويت. تعيد ريتويت لو على تويتر. مهمة جدا. خصوصا في الابنتات القوية. المناسبات القوية اعمل لها شير. اعمل لها. الناس تخش تلاقييني. كنت في الفين وثمانتاشر في وزارة الاعلان. كنت في الفين وعشرة. عايز اقول لكم الحاجات دي مهمة جدا. اللي بيخش الصفحة وعايز الصفح يشوف قوتك فين. تعيد مش كل تلتة شهر. لا. تعيد في نفس السنة. نفس السنة. السنة اللي فاتت. اعمل عادة شير وانت بتتكرم الوزير. تمام كده. في حد عنده اي سؤال خاص بالجزء ده كله. حد عنده اي انتقاد او اي رد في الجزء اللي انا تكلمتي فيه ده. واهميته في السوشال ميديا. حد عنده اي سؤال قبل ما نبتدي شرح جديد في جزء جديد. يتفضل. نكمل يعني? نكمل. تمام. فده يفضل طبعا استخدامه على مواقع التواصل الاجتماعي. من ضمن النصايح بقى نشاط سريع بقى كده انا عايز تفاعلكم. الناس اللي معايا ومسجلة معايا. ايه اهم النصايح اللي احنا عرفناها لحمايتنا البيئة الرقمية? ممكن اللي مش عايز يشغل المايك ممكن نكتب على الشات. ولو مش هتكتب على الشات ممكن تتفضل تشغل المايك وتسمعنا. ايه اهم النصايح اللي انا تكلمتي فيها النهاردة? اهم النصايح لحمايتك على البيئة الرقمية. ده تسك. ها مين هيجاوبني? اتفضل. مرحبا استاذ. سيد محمد تفضل محمد جنيد. معلش يا سيد محمود. سيد محمد جنيد تفضل. بصراحة انا اه في اه نصيحة كتير لفتت انتباهي. اه اه ازاة الهمزة من الاسم الرئيسي. اه فعلا يعني اه نصيحة اهنا كلهم مهمات ولكن هاي النصيحة انا شفتها يعني كتير كتير بمكانة وكتير بتأثر على عملية. اكيد طبعا نسترش البحث بالزبط كده برافو عليه. نعم في نصيحة تانية هي اه ربط اه ملفك بحساباتك الاخرى على السوشيال ميديا. دي مهمة جدا. هنشرحها حاجة حاجة. تمام. وصراحة انا تشوقت جدا يعني لحضور المحاضرة التانية ان شاء الله. بس بسبب هاي النصيحة. طبعا. لاني بصراحة انا يعني اه بقول انه هي نصيحة كتير مهمة. اكيد طبعا. الشخص الزائر لحسابك انه انت شخص منتشر على كافة الوسائل. الزبط. وسهولة الوصول لحساباتك تكون من اي صفحة بتدخلها. شكرا يا سيد محمد. كزا فما شاء الله الله عطيت العافية. اشكرا. شكرا يا سيد محمد. حارب من اين او شغلك ايه يا سيد محمد. انا اه اسمي محمد جنيد اه حاليا في الشمال السوري. اعمل اه في منظمة تكافر الشامية منظمة كنا اهلم بي. اهلم بيك اهل شكرا يا سيد محمد. طالب اعلام. طالب اعلام سنة اولى. اهلم بيك اهلم بحضرتك. ان شاء الله موفق. اهلم بيك استاذ محمد كنت هتقول تفضل. سيد محمود تفضل. شكرا الخير استاذ. افضل. اه منحكي عن نصيحة عدم تفتح الروابط مجهولي. وفيه الروت كمان طبعا مهمة جدا اياك تعمل الروت وكمان فيه عنا الكتاب رقم السر ايوه رقم هاتف ام وليد وفيه نقطة مهمة جدا الصحيفة الامريكية الـ 95% من الجمهور وعم يكون عبر مواقع تواصل اجتماعي صحيح شكرا يا سيد محمود هدول محمود اشكرك شكرا حد عنده اي مدخلة ولا نبدأ نبدأ تنحد عنده اي مدخلة اخرى اتيكيت مواقع تواصل اجتماعي بقى بصوا حضراتكم عايز اقول لكم النقط اللي هاتكلم فيها النهاردة دي الحمد لله يعنى بفرض الله سبح gekommenForum هي سبب اللي خلت الناس تتابعني والناس متبطلش تتابعني ومتبطلش تتعلق ومتبطلش تقول لي مبروك متبطلش من الحاجات الصغيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي الحاجات صغيرة لكن هي مهمة جدا بالنسبة للناس اول اتيكيت مواقع تواصل اجتماعي ده أول إتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي ده إنك تراجع منشوراتك تركز معايا يعني إيه راجع منشوراتك الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية الأخطاء الإملائية لإني إلا ما نرحم ربي أنا عن نفسي لو لقيت خطأ إملائي في منشور بكتب بخص المسينجر في رسالة في ميسج واكتب يا أستاذ ياللي كاتب المنشور السطر التالت أو السطر الرابع الكلمة الخامسة ناقصة حرف ناقصة نقطة لكن تسعين في المية وتسعة وتسعين في المية من اللي بينصح على الأخطاء الإملائية بينصح في تعليق بيعمل كومنت بيعمل كومنت يقول لك يا أستاذ يا كاتب البيان أو يا أستاذ الكاتب المنشور في خطأ إملائي في السطر التالت. أنت متخيل حضرتك مدى الإحراج مدى الإحراج اللي هيخش بعد كده يعلق لك ويلاقي واحد معلق كاتب تعليق طبعا دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة جدا أنك أنت تراجع منشوراتك مرة واثنين وثلاثة عشان مبقاش فيها خطأ إملائي ولا خطأ ولا خطأ آآ 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 لغوي عشان الناس ما تخشش تعلق لك وتقول لك يا أستاذ انت بيانك غلط بيانك فيه كلمات غلط ده بيخلي كل اللي هيخش يكتب لك تعليق مش هيكتب كل اللي هيخش يعمل لك لايك مش هيعمل ليه؟ لأن البيان أو الخبر لستك نشره فيه عوارة فيه عوارة على طول فركز في الحتة دي الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوي يبقى لازم نراجع منشوراتك قبل ما تنشر تاني نصيحة الحيادية وطبعا احنا اتكلمنا فيها وبما فيه الكمفاية تالت حاجة احضر للمشاركة خصوصا في الفيسبوك الفيسبوك لما تعمل شير وصحب المنشور حزفه اللي بيخش صفحتك يلاقي المنشور يقول لك قد حزفه وصحبه يعني صحبه يبقى تاخد بالك انك انت تعمل شير لحاجة انت متأكد انها صحيحة مش لازم يكون انت بال يعني مثلا انت متابعة صفحة محمد اسميل عمر او مينا اتدرز او الاستاذ ابو بكر او الاستاذ ادريس او الاستاذ اصفية وتعمل منها شير انه انه انت مش متأكد من صحة الخبر لو انا متحت الخبر حضرتك الخبر بيفضل شير عندك بيفضل شير موجود لكن يقول لك الخبر صحبه قفله صحبه حزفه تمام فما تشاركش اي حاجة اللي لما تكون متأكد انها مش هتتحزف او انها معلومة صحيحة تمام كده قرار واحد يعني قرار واحد بصوا حضرتكم دي من ضمن اهم اتيكيت مواقع التواصل اجتماعي لو حطيت حضرتك اضفت بوست بوست عندك في الموقع او بوست عندك انت كبراند كشخص عندك على صفحتك لو سمحت اما انك انت ترد على كل التعليقات كل الكومنت ترد عليها متسيبش ولا تعليق او اما ان انت متردش على كل التعليقات او اما طبعا تعمل لايك وما تردش على كل التعليقات وتعمل لايك على كل التعليقات ليه بقى؟ تعالوا ديكم مثال بسيط دلوقتي انا لقيت استاذي في الجامعة بقى عميدة كلية تمام كده؟ ودخلت قلت له الف مبروك معالي العميد انا دخلت قلت له الف مبروك معالي العميد ولقيت معالي العميد ده الهربع كومنتات القبلي مني رد عليهم والهربع كومنتات اللي بعد مني رد عليهم وانا ماردش عليهم بصوا بقى حساسية حساسية عدم ردك على بعض الكمنتات هتخلي اللي ماردتش عليه يقول لا هو فيه بيني وبين هو ايه هو زعلان مني ولا ايه خلتني اتصلت بالعميد قلت له يا فنط defensive انا قلتلك مبروك وحضرتك ماردتش على تعليقي بالرغم ان انت ردت على كل التعليقات. طبعا دي نقطة مهمة جدا يا جماعة النقطة دي صغيرة جدا لكن بتسبب انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا. بتسبب انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا. ما هو يا اما ترد على كل التعليقات. يا اما ما تردش طبعا اعتذر وقال لي لا والله ما خدتش بالي من التعليق. ده انا ايه آآ ده انا حالا هخش ادور على تعليقك مخصوص ورد. فطبعا ده بيعمل حساسية بينك ومن اللي كتب التعليق. دلوقتي انت بترد على تعليقات وتعليقات. لا. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. لا انت تعمل تعمل كومنتاتك ترد على كل التعليقات او ما تردش على كل التعليقات. في حاجة بقى مهمة جدا يعني السيدات السيدات تاخد بالها منها لان حاجات ممكن تعمل المشاكل. انا بحترم جدا السيدة مثلا لو في حد عمل لها كومنت سيدة او بنت تعمل لها هارت. تمام? وبحترمها جدا لما يكون في رجل عمل لها تعليق تعمل له لايك ازرق. خد بالك الحاجات دي مهمة. طب تعالوا بقى اقول لكم لو حد علق من السيدات على المنشورات. الحاجات دي طبعا معلش فكرة قديم شوية. لكنها بتسبب مشاكل. وقلت بالتوفيق يا دكتور محمد وارضة حمرة. بالتوفيق يا دكتور ابو بكر. وقلب احمر. طبعا الحاجات دي بالنسبة للسيدات عادية. لكن بالنسبة الاهل اللي نسويين السيدات اللي عاديين في البيت غير عادية. القلب الاحمر والقلوب في التعليقات الرجالي. طبعا دي بتسبب مشكلة. فطبعا الحاجات دي مهمة جدا تاخد بالك منها من ضمن ايتيكات مواقع التواصل الاجتماعي. نهتم بيها وفي الردود العادية تكون افضل من غير ما نكتب او نعمل تعليقات سبب لنا طبعا مشكلة. حدد حسابك وانا قلت الحتة دي قبل كده. يا اما يبقى حساب اكاونت شخصي ليك لصحابك والفصح والفروج وكل اللي انت حضرتك شغال فيه. او ان انت تعمله للشغل. اولا الالعاب بعض الناس بتستخدم الالعاب في بعض التطبيقات. ويقول لك عشان تنتقل من يعني من مرحلة لمرحلة اخرى يقول لك اعمل على اعمل على بتاعك. الحاجات دي طبعا بتديك ان انت راجل هاوي. انت راجل بتلعب. انت راجل مش مش محترف. مش بورفشنل. فلو سمحت الالعاب دي طبعا اه مش صح. لا لقفل حسابك حساباتك. انا راجل دلوقتي اعلامي. وانا زي ما قلت قبل كده ان انا راجل بتكلم يعني في شغل مش بعيد عن اي توجهات رياضية ولا سياسية ولا اه ولا فنية ولا اي حاجة لتوجهات شغل. فما قفلش حساب خصوصها الفيسبوك. يقول لك مقفولة للحساب الشخصي. انت اقفلوا ليه? انا مفروض ان انا راجل شغلي لازم يباني. بصوا حضراتكم. انا عامل الحسابات بتاعتي public واي حد طبعا من اه اصدقاء العزاء والسادة اللي حاضرين معنا. وعمل حسابه public لما بيلاقي حد حد من الاصحاب الاعمال ويلاقي شغلك. هتبص تلاقي يطلب منك الشغل. لكن اما يخش صفحتك ليه يقفلها لازم يطلب صداقة. عايز اقول لكم فيه برندات كبيرة جدا ما بتطلبش صداقة لاصحاب الاصحاب الحسابات المقفولة. انا راجل عايز انتشر. انا بدأت بورش مجانية. تعال اقول لكم بقى ايه الفايدة في الحساب المفتوح. البابليك والحساب المقفول. بدأت بورش مجانية. طبعا الكلام ده من سنين طويلة. الناس متعرفنيش. الناس مفيش حد يعرفني. فعملتها وصورتها وحطتها على صفحتي. وبعدين بعد كده قبلت قبلت بمحاضرات فري لطلب كليات الاعلام. وقبلت ان انا سافر واروح فري. وانا صفحتي بابليك. الناس بقيت تخش على صفحتي تلاقي شغلي والبروفيشنا الموجود ويبتدوا يطلبوني. هي دي القصة. لكن صفحتك مقفولة انا شغلي يظهر ازاي. كل ده مهم جدا. انا راجل زي ما قلنا مهني. شغال في الاعلام مهني. سواء بقى انا سياسيا او في او او موجود في في اتجاه سياسي او سياسة تحريرية عايزة بتوجهني اللي توجهت معينة على صفحة الشغل حاجة تانية غير ان انا بتكلم على انا كبابليك. انت المفروض ان انت عشان تنتشر بكل انواع الجمهور لازم نسمع الكلام اللي انا بقوله. وطبعا كل وجهة نظر ليه طبعا ان يطبق او او انه ما يطبقهاش. لينكت ان طبعا مهم جدا وان شاء الله المحاضرة الجاية هتكلم على الانتشار على الينكت ان وازاي انا بقى صفحتي قوية اه فيه واستخدم الخنات اللي فيه لاني لينكت ان يا جماعة مش موقع تواصل اتماعي. لينكت ان مش فيسبوك. لينكت ان مش انستجرام ولا تويتر. لينكت ان ده سيرة ذاتية. سيرة عنك. اه 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 ويا ريت ان شاء الله من هنا ان شاء الله لحد ما نروح للمحاضرة القادمة. يكون الناس ستطبط على اقل ستطبط برنامج لينكت ان على الموبايل. اه عشان يبقى عنده فكرة. ويقرأ شوية عن لينكت ان لحد ما انا ان يجي لمحاضرة لينكت ان ونشوف الاسرار لقوة لينكت ان على الانتشار على لينكت ان. اخر حاجة لو سمحته لو سمحته السوشال ميديا عالم غير حقيقي. لو سمحته السوشال ميديا ما يقصرش على نفسيتك. لو سمحته السوشال ميديا ما يقصرش على اهلك. ما يقصرش على اصدقائك. ما يقصرش على آآ آآ قربك للناس. ده مهم جدا 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 جدا. آآ عايز تاخد بنصيحتي. محدش يفتح المواقع التواصل الاجتماعي الا بعد ما يصحى الصبح ويروح الشغل ويفطر ويهزر ويبتدي يشتغل يفتح الفيسبوك ليه? ويفتح تويتر ويفتح انستجرام ليه? لانكت على حضرتك لو فتحت مواقع التواصل اجتماعي قبل ما بتروح الشغل. قوه ما تفتح تصحى من نوم المهم ثم مشغالى الموبيل وفتح اول شيء تظهر قدام منك. البقاء لله توفه الى رحمة الله. صديق الفلان الفلاني. ليوم قفل. اليوم قفل قبل ما اشتغل. اليوم قفل قبل ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده انا بقول عشان كده انا بقول لو سمحت هتفتح السوشيال ميديا حاول لو كنت بطبيعة شغلك بقى انت لو طبيعة شغلك مش آآ بتتطلب منك ان انت تتابع واربعا عشرين ساعة وكلام ده ده حاجة تنية. لكن انت لو يومك العادي ممكن ما يتقصرش لو مفتحتش المواقع تواصل الاجتماعي الا بعد الصوت بعد الفطار لان ممكن ما تفطرش. ممكن تسمع خبر او تقرأ خبر مش كويس. ممكن ما كل شي ممكن فالحاجات دي طبعا تأثريا على نفسيا نفسيا وعصبيا وآآ عمليا بتأثر فيك جامد جدا على مستوى الشخص. وصائل التواصل الاعلامي الحديثة. طبعا بتبقى المواقع الاخبارية الواتساب مهم جدا والترو كولر والايميل. اهم جدا لو سمحته رقم خاص لقدارة اعمالك. خلي فيه رقم ليك لشغلك. واستجيب لكل المكالمات والرسائل. مهم جدا يكون رقم خاص للشوق. ليه? عشان لو حصل لك عليه مشاكل مبتغيره. لكن لو هتخلي رقمك الشخصي اللي هو بتاعك الاهلك واصدقائك وصحابك والجيران واللي في الكافي واللي في الكلاب والناس كلها عارف الرقم ده ويجي عليه مشاكل تيجي تحزفه مش هتقدر. ليه? لان فيه كم كبير جدا من الناس صعب جدا انك تبلغوه. عشان كده بقول مهم جدا اللي بيشتغل في الاعلام يعمل رقم يعمل رقم ليه? شغلك في الاعلام. ومهم جدا زي ما قلت لكم انك تستجيب لكل المكالمات وكل الرسائل. كل المكالمات وكل الرسائل. ويه? المكالمات اللي بتدايقك او فيه رقم بيدايقك البلوك المتين. البلوك 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 البلوك. البلوك وبعدين مش هيرجع طبعا يتواصل معك. بصوا بقى حضراتكم النهاردة. هنتكلم عن اهم 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 اتنين لازم انت كاعلامي تهتم بهم جدا وما تقللش منهم. لا تقلل ابدا منهم. الترو كولر والواتساب. الترو كولر ليه مهم? تعالوا نتكلم فيه الاول قبل ما اخش اشرحه ليه هو مهم? مهم جدا الترو كولر لشغلك انت كبراند كاعلامي. ليه? اولا انا اعرف ان فيه اكتر من تسعين في المية من الاعراف هم ما بيردوش على ارقام غريبة. الا لما بيشوف اسمك. الا لما بيشوف اسمك على ترو كولر. يرجع يتصل بيك. الكلام ده بيحصل معي انا شخصيا. يرجع يتصل بيك ويقول لك انا اسف يا دكتور محمد معلش سامحني اصلا ما بيردش على ارقام غريبة. ولما شفت اسمك على ترو كولر اتصلت عليك. دي نقطة. خلينا بقى في نقطة تانية مهمة جدا. برضو انا شخصيا مستفيد بيها جدا مدهو ترو كولر ده. دلوقتي انا موجود في مكان في مؤتمر انا هتكرم. او انا بنظم مؤتمر. ومثلا الرئيس التحرير او الرئيس الشركة اللي انا شغال فيها او الوزير بيتكرم وانا مطلوب ان انا اغطي اعمل تغطية اعلامية اي بقى انا بتكلم على اي مش لازم يكون اعلامي يعني. وانا موجود في مكان وده جايلك يا استاذنا اعمل اي انا مطابعة كويس جدا على فيسبوك لو سمحت ادين رقم تليفون حضرتك هتواصل معك. فضل. هيرن عليك يديك مزد. تمام? وجات لك صحفية ودخلت او استاذنا زك دكتور محمد اخبارت المهمة باختصار هيقش عليك في اليوم ده تقريبا خمستاشر عشرين حد متابعة كويس على ما هو قد تواصلت معي ويطلب رقم تليفون حضرتك ويرن عليك. انتو عارفين حضرتكم لو انت كل واحد رن عليك. وقفت. وقفت تسيفه. طبعا حضرتك كده اليوم بتاعك حلو كده? طب انا بقى كاعلامي وانا بقى مهمة ليه مهمة لاني في الوقت ده انا كل الارقام اللي رنت علي انا ما عرفهاش بروح بقى البيت. الكفيه بتاعي او النسكفيه بتاعي واقعد وافتح حضرتك واسيف كل الارقام اللي رنت علي بخش الاقي الاسم وبخش الاقي الصورة بيوفر علي كتير. تعالوا بقى حضراتكم انا واصل تماما ان من السادة الحاضرين معايا واصل تماما ان الناس الحاضرين معايا ان اه اه اساميهم على هتلاقي ايه? القلب المخصور. عايز اقول لكم الامر البدر المنور الحاجات دي طبعا مش خالص. انت شغلتك في بقى ان حضرتك تخش تشوف تعمل للملف بتاعك وتحط اسمك وتصورتك وتحط بتايتل بتاعك. تمام? ممكن السيدة طبعا يستسنى من السيدات ان تحط الصورة لها لكن يفضل انك تعمل تعديل الاسم. عايز اقول لكم اهمية ترو كولر ان ابتدى يد العلامة الزرقى. ابتدى يد علامة الزرقى. زي الفيسبوك ودي. العلامة الزرقى ودي مجانية. لو تلتمية واحد. ليه بقى? لو حد رنى عليك. بيجي له رسالة على لو حد رنى عليك. او انت رنت على حد. بيجي لك رسالة ويقول لك هل الاسم ده? لو محمد اسماعيل عمر او استاذ ابو بكر خلاف او استاذ صفية او استاذ ادريس. رنى عليك وقال لك ده اسم ده صح? وعملت لايك. انت كده بتوصل ان الاسم ده صح. وبعدين يبتدي يديك العلامة الزرقى. عايز انا بديكم دليل اهو. اني اني العلامة الزرقى من ضمن اهم من ضمن اهم الحاجات اللي موجودة على انك انت ده الشخص اللي رنى عليك. ده الشخص اللي رنى عليك. عشان كده بقول الترو كولر من ضمن اهم الحاجة اللي انا برجع تاني اهو بقول اهو الترو كولر والعلامة الزرقى مهم جدا انك تهتم ليه? ده بيدي توصيق ده لو ما كانش مهم حضرتك. لو ما كانش مهم ما كانش عمل العلامة الزرقى وملف بتخش تكمل ملفك الشخصي بتخش تكتب الطائطل بتاعك. بتخش تكتب شغال فين? بتكتب فين عنوانك? تاريخ ميلادك? الحاجات انت كل ده جماعة مش 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 انك انت انت مغرم ان انت تتأكد عليها او ان انت تكملها كلها. لا هو بيديك زي ما انتم شايفين حضراتكم بيديك نسبة للملف بتاعك فاضي ولا لا يفضل طبعا ان انت تحط صورة عشان ما يجي انت ترنى على حد ما يعرفكش يعرفك من التروكولر ودي نقطة مهمة جدا عايز اقول لكم عايز اقول لكم في شخصيات تقيلة في مجال الاعلام ومجال الصحافة وعمداء كليات ومساعدين وزراء. انا لما كنت برن عليهم عايز اقول لكم بالنسبة التسعة وتسين في المية بيتم اه رجوع الرد علي واتصال علي لما بيشوف وبتأكد من اسمي ومصورتي وبيعرفني وبيفتكرني بيرجع ارن علي وده مهم جدا في شغل الاعلام. ده مهم جدا في شغل الاعلام. تعالوا بقى نتكلم على واتساب. ايه الفرق بالواتساب والواتساب بيزنس. خلي بالكم. وانا واصل تماما ان فيه منكم اللي عامل واتساب بس. انا برند. يا جماعة انا برند. انا بتكلم انا كصحفي. انا برند. انا يا جماعة بتكلم كاعلامي. انا برند. انا بتكلم كحد عايز يبقى ملفه البروفايل بتاعه قوي على ايه ده. وحضرتك بتتكلم على تركولر واتساب ودول مهمين. اه طبعا تركولر احنا اتكلمنا الاهميته. واهميته بخصوص الناس اللي ما بيردوش عليك. ودي ميزة كالواحدها. دي ميزة كالواحدها. وبتكلم على واتساب انك انت مهمة جدا عايزة تجولكم البرامج في واتساب زهبي واتساب ازرق واتساب ما عرفش اه مدرك ايه مع علينا الواتساب الشركة الواتساب ميته. لايش شركة ميته اللي هي بتاعة مارك. عامل اتنين واتساب بس. القواة العادي وال واتساب بيزنس. طب ايه الفرق بقى من الواتساب العادي واتساب فيه فرق السماء والارض. وانا راجل طبعا زي ما قلت لكم راجل اه في الشغل الاعلامي مطلوب ان اللي يخش البروفايل بتاعي مفيش حد طبعا انتو كلكو اكيد اكلكو في نفس واحد مفيش حد بيكتب رسالة ليك على الواتساب او في جروب لو انت عودوا في جروب صحفيين او جروب اعلاميين وحد قالت سلام عليكم او كل سنة وان طيبين او جمعا بركة او عيد قيامة مجيد او الا بتخش البروفايل بتاعه صح كده بيتشوف مين ده يعني بتشوف مين ده الكاتب عايز اقول لكم اخر تحديث للواتساب والناس كلها تخش تراجع ورايا اخر تحديث لو حضرتك اه لو حضرتك اه اه عضوا في جروب جروب صحفيين او اعلاميين خش الجروب هتلاقي اخر اعمالها من كم يوم الواتساب اني حط يزال اخر مثل الواتساب الصورتك. نحن ما كانتش موجود من كم يوم اقول تاني اهمية الواتساب انك انت دلوقت بيحط الصورة جوة الجروب جوة الجروب بتاع الواتساب صورتك فده مهم انك تحط الصورة ليك وطبعا زي ما قلت لكم من المرة التانية بقول يستثنى السيدات لو مش حابين يحطوا الصورة ليهم فيش مشكلة او يحطوها او صورة لهم او صورة ناية بتتكرم مسلا بجهازة ولا حاجة لكن تستثنى السيدات من اضافة صورة للبروفيل لكن مهم جدا لكل الاعلاميين كل الاعلاميين وكل الصحفين ان يستخدم الواتساب بيزنس وهيس الواتساب العادي لان الواتساب بيزنس في معلومات خطيرة جدا يفوز وياخد الكاس مع مشارحنا دلوقتي وليه ايه ده ايه ده دكتور محمد انت بتتكلم في الواتساب بيزنس ايه اهميته تعالوا بقى اقول لكم اهميته ايه لما تخش على بروفيل لما تخش على بروفيل وتلاقي كم المعلومات الخطيرة دي الواتساب العادي الواتساب العادي مفهوش كل البروفيل انا عايز اقول لكم ده مش احدث حاجة في الواتساب بيزنس متخيلين بقى بشرح سريع كده بشرح سريع اهو متخيل حضرتك اسمك الحساب تجاري التايتل بتاعك نوع الشغل طبعا عشان ملقيتش تدريب ملقيتش ترينينج يعني فاخترت تعليم تمام متاح كل ده مش موجود على الفكرة جماعة في الواتساب العادي في الواتساب العادي هو الاسم والتايتل بس لكن بقى نوع الشغل التعليم دي مش موجود انت متاح كل ايام الاسبوع دي مش موجود تمام كده انك تضيف ايميل وانك تضيف لينك لينكين مواقع التواصل الاجتماعي دي طبعا دي جديدة مش موجودة انك تعمل كتالوج بصورك صور انت شغلك صور شغلك انت موجودة ايه ده وكل ده مهم اه طبعا فاندي مهم مهم جدا مهم جدا لما مدير تحرير او رئيس تحرير جريدة او موقع يخش صفحتك ويلاقي ان انت رابط الواتساب بتاعك بالفيسبوك او رابط الواتساب بتاعك بتويتر يخش يلاقي مقالاتك اعتقد انه هيكلمك بشكل شخصي ويقولك لو سمحت انا عايزك عندي شفت شغلك على الواتساب على التويتر او شفت شغلك على الفيسبوك وعايزك تشتغل معي لا والله انا باخد انت بتاخد كام في لا والله انا باخد مثلا خمس تلاف دولار في الشهر سبعة تلاف دولار في الشهر تمام مالوش بقى ان هو يسأل بقى انت بتاخد كام في المكان اللي انت شغال فيه عايز اقولكم ان فيه اغلب البزنس التدريب بتاعي وان انا اشتغلت مدير تدريب عن طريق البروفايل بتاع الواتساب عن طريق مش الفيسبوك عن طريق البروفايل الواتساب بصوا بقى اخر تحديث بقى اخر تحديث عمل كمان صورة cover انتم متخيلين التطور في الواتساب بيزنس يا جماعة كل ده مهم جدا ليك انت كبراند ان خلى خلى البروفايل بتاعك وعدل خلى الكاتالوج الكاتالوج اللي هو اخر حاجة تحت اسفل البروفايل بتاعك على الواتساب خلاها فوق خلاها فوق اول حاجة بيخش عليها اللي بيخش البروفايل بتاعك على الواتساب بيزنس وعلى فكرة جماعة اللي هيحول الواتساب بيزنس لو سمح لازم يعمل recovery لازم يعمل حفظ للدردشات عشان اه اه مش الرقم الواحد ما بيشتغلش عليه اتنين واتساب تركزوا معايا عشان الناس رهتسطب واتساب بيزنس وتشغله تعمل ان انت تحفظ دردشات لان اول سؤال هيسألك لما تخش الواتساب بيزنس يقول لك هل عندك دردشات قديمة هتقول له نعم فتدي له الايميل اللي هو اللي موجود فيه الدردشات لما تعمل اللي بيعمل على الايميل تمام وتحول الرسالة كلها على الواتساب بيزنس ليه لان الرقم الواحد مش عليه اتنين واتساب الرقم الواحد عليه واتساب واحد الرقم الواحد عليه واتساب واحد تمام متخيلين حضراتكم البروفايل بتاعك انت كبروفيشنال اعلامي يبقى بالشكل ده اسمك نوع شغلك منتجاتك اللي هي شغلك شغلك في الاعلام شغلك في الصحافة اه عندك الطايتل بتاعك متاح امتى على مدار اليوم ولا نص يوم بس ان فيه ناس بتكتب دخلت على الواتساب بتاعها اخد بالكم دخلت على الواتساب الخاص بيها لقيته كاتب ان انا متاح الحديث معايا على الواتساب من الحد من يوم الحد اليوم الخميس ومتاح من عشرة صباحة الاربعة مساء يعني كمان بس هل دايما عن انت ما تخشش تبعط له رسالة لا تبعط رسالة لكن انت في البروفايل بتاعه كاتب لك لا ما تكتبش يعني لو ما ردش عليك ما تسعلش لكن انا طبعا كاترينا انا كمدرب اه 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 دولي انا جاتب من انا متاح كل اليوم ابعت رسائلك وانا ما افتحها الصبح او بالليل ايا كان الوقت غصوا بقى حضراتكم الفرق من الواتساب بيزنس الواتساب الواتساب بيزنس العادي والواتساب بيزنس اللي هو الجديد دوت اه اه وتطوره الفضيع تخيلوا حضراتكم لما انتوا بقى باذن الله كلكم تسطبوا الواتساب بيزنس وتكتب بقى اسمك وتحط صورة بروفايل ليه وتحط كافر 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 زي الفيسبوك بالزبط كافر زي تويتر تمام وتذكر فيها صور مثلا وتكتب في المنتجات دي اه اه صور المقالاتك وصور شغلك انت كصحفي او كاعلامي وتكتب الطايتل بتاعك لا كمان ايه زاد عليها كمان ان انت بتضيف الاكاونت عن استجرام لان طبعا صاحب الفيسبوك والواتساب والانستجرام وبقية مواقع التواصل الاجتماع صاحبهم واحد ميتة صاحبهم واحد كمان ضاف لك كمان اه الاكاونت بتاع الاستجرام ايه ده يعني لو دخلت الواتساب او ده من ضمن الربط استاذنا محمد اللي كان بيسألني الربط مواقع التواصل اجتماعي ده من ضمن الربط اللي بتكلم فيه انك ازاي يخش على الواتساب الخاص بيك يلاقي الايميل بتاعك ويلاقي لينك الفيس يلاقي لينك القناة اليوتيوب بتاعتك يلاقي كمان الاستجرام الاكاونت بتاع الاستجرام بتاعك يا انهار ابو يد هو الواتساب بيزنس في كل ده ايوة فاندم الواتساب بيزنس كل ده وانا متخيل طبعا كلنا آآ كلنا بعد ما نخلص النهاردة هنسطى بالواتساب بيزنس ونفعله ونحط اجمل صور اجمل صور انا اتكرمت فيها واجمل صور انا اشتغلت فيها تضاف على المنتجات الخاصة بيه وزي ما بقول اه زي ما بقول في في المواقع التواصل الاجتماعي خد بالك وركز معايا انك انت الحاجات اللي انت بتضفها على او بتضفها على الواتساب البيزنس الخاص بيك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا للتواصل معاك وان يعرفك انت ازاي انت ميديا في الاعلام راجل متخصص ليك او بتتواصل هنا وبتتواصل هنا وتتواصل هنا وليك اسم وليك صورة الحاجات دي مهمة جدا حتى للناس هتفيد جدا الناس اللي شغالها في الاعلام بقى لها سنين بيبقى سهل جدا بقى يجيب بقى صورة اتكرم فيها من وزير صورة اتكرم منها من سفير صورة اتكرم منها من رئيس جامعة صورة اتكلم بيها من عميد كلية الحاجات دي طبعا مهمة لكن الجديد والحديث هو لممكن يتعب شوية ان هو يلاقي صور يضيفها على مواقع التواصل اجتماعي اه الوقت جري الوقت جري جدا والنهاردة اتكلمنا على نقاط مهمة جدا خاصة بالحماية الخاصة بحمايتك على البيئة الرقمية اتكلمنا على اهم مواقع التواصل اجتماعي نختم مع بعض النهاردة بقى نختم النهاردة باهم نصيحة ونكتبها مع بعض في النوت سمعانا نختمها بايه نكتب اهم مواقع التواصل اجتماعي في العالم عايز لكم العالم كله فيه اكتر من 300 مواقع التواصل اجتماعي فيه اكتر من 200 مواقع التواصل اجتماعي لكن تعال اقول لكم ايه المواقع اللي العالم كله بيضاف لها نكتب مع بعض فيسبوك انستجرام يوتيوب تويتر لينكت ان نكتب تاني خمسة هم وطبعا يزيد عليهم ايه سناب شات اللي هو التطبيق الخاص بالخليج نكتب نكتب مع بعض فيسبوك انستجرام يوتيوب تويتر لينكت ان ونضيف عليهم طبعا سناب شات الخاص بالخليج دول بس بس اقدر عليهم بس انت اقدر على اقدارتهم لان طبعا ادارتهم اساسا انك تنشر هنا وتنشر هنا وترد على التعليقات هنا وترد على التعليقات هنا وانت مش معاين حد يساعدك الموضوع ده مرهج جدا خصوصا لما يكون ده بيجيب لك شغل لبقى تبص انت بتنشر منشور ايه ده انت بتضرب في كلية الاعلام جامعة القاهرة ايه ده انت بتضرب في كلية الاعلام جامعة الازهر انت بتضرب في مينا في تركيا في اسطنبول انت بتضرب في الكويت انت كده فتبص تلاقي ده بيجيب لك شغل والناس بتجري عليك وما بتطلبش سيرة ذاتية المفاجأة بقى المفاجأة ان انا بقالي تقريبا اكتر من تلات سنين تقريبا وبقالي اكتر من سنتين محدش بيطلب مني سيرة ذاتية سيفي عشان انا اداير واقايم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيخش على الصفحة بيخش يلاقي كم من الصور وكم من منشورات والبستس الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اه انا ساعدت بكم جدا النهاردة وساعدت طبعا جدا جدا بمدخلاتكم وخصوصا بمدخلة الاستاذة صفية اتمنى ان اكون النهاردة قلت معلومة جديدة معلومة جديدة على الاعلام والبراند الخاص بيك وان ازاي تدير انا عايز لكم المحاضرة الجاية اكتر قوة واكتر شوقة لان هنعرف هنعرف ازاي بعض ال مش هنسبة الاحداث خلينا نتكلم ان شاء الله في المحاضرة قادمة اه لو في حد عنده يتفضل حد عنده اي سؤال خاص بالمحاضرة النهاردة حد عنده اي تعقيب في اللي احنا قلنا النهاردة حد عنده اي كلمة عن اهمية اللي احنا كلمناها فيه النهاردة يتفضل انا معاكم يتفضل اسمع منكم يشغل المايك ويتكلم تفضل تفضلوا انا منتظر اراءكم منتظر اه يعني كلماتكم الجميلة في اه شغل المحاضرة النهاردة حد عايز يشغل المايك الله يأتيك العافية. شكرا يا سيد محمد. الله يكرمه وجزاك الله كل خير. الله يكرم حضرتك. حد عنده اي تعقيب. حد عنده اي سؤال. شكرا يا سيد محمد. حقيقة محضرة ممتعة. انا مستمتع بيها شخصيا الله. على كافة تفاصيلها وشيء رائع جدا. اشكرك يا سيد أبو بكر. ربنا خليك. سيد صفية عندها مداخلة يا سيد أبو بكر. أنا أريد أن أسمحك. فضالي. فضالي. انه بسبب الوضع في مصر عادة مش بقدر أخطوا صورتي الأصلية حتى بمشور في العرب الجديد مش باسمي الأصلي. يعني بكتب صفية لكن الاسم الثاني مش هو اللي موجود في البطاقة خالص. فكرة انه نعمل أكاونتنتنا بالشكل حتى نقول عليه القصة الأمنية هنا في الموضوع دوت على أساس ان احنا اي حد ممكن ياخد اي حاجة حد يبلغ عنك حد يتعقبك حد يعني الكلام ده ناحية الأمنية مربوطة شوية بالوضع السياسي. أنا معديش مشكلة يا سيد صفية ان حضرتك يا كل الأكاونتات بتاعتك تبقى صفية. يعني حتى لو مش اسمك الحقيقي. لا هو الاسم صفية لكن هو الاسم الثاني هو اللي مش موجود في يعني هو الاسم الخامس فهو مش بيظهر اساسا في اي ورقة رسمية لكن هو اسم. لكن هو مش يعني الاسم الثاني اللي هو يعني اي بكت بداما صفية يا عامر عامر ده الاسم الخامس اصلا. طيب تمام. يعني يعني انا ما عندش مشكلة ان اسم حضرتك بس وحدي. اه 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 عادي جدا. كل البيانات هنقدر نحطها. بص حضرتك في اجراءات انت حضرتك بدي اخدها ليه سيفتي بتاعها في الخاص الامني. فانت بالتالي يا حضرتك بجيبة اسم او مثلا اسم اللي هو بيقول عليه اللي هو اه اللي هو اه اللي هو زي بيقول عليه الاسم اللي هو المستعار. يعني اسمه مستعار ما عندش مشكلة. المهم نوحده. ده المقصود من الكلام. اه اه تمام. اه نوحد الاسم لكن انت في اي اجراء. لكن خلينا اسمع رأي حضرتك في الكلام اللي انا قلت النهاردة في عمومه. لا انا مستمتعة جدا. مستمتعة جدا حقيقي. لا حقيقي. انا مجاملة ولا مجاملة ولا. فهم اللي حصل الاولان. لا انت بتجامليني ولا حقيقي فعلا محاضرة النهاردة. لا 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 بالعكس استفدت جدا. المحاضرة كانت دسمة وفي نفس الوقت يعني زي ما بيقولوا عليها السهل الممتنف. انه ما حسيتش بالملل. اشكري. المعلمات وتتطيقها بسلاسة. طب الحمد يا انا ربيا. كل ده. كل ده شكرا يا سيد صفيدي. والله. والله فعلا اسعدت قلبي بصراحة. واسكري كان والله. ده العاز اقول لحضرتك انت بتتكلمي. انت بتتكلمي في محاضرة النهاردة كده انها دسمة. ده المحاضرة القادمة اقصر قوة. اجهازوا بقى بكل الاسلحة لان المحاضرة القادمة اقصر قوة. بالإذن الله. شكرا يا سيد صفيدي. سيد محمد والله يا سيد النصاح كانت جدا مميزة وفعلا شكرا. سيدة هاجر يعطيك العافية. المعلومات استمتعنا بكل التفاصيل كانت محاضرة في القمة. يعني اشكركم والله يعني فعلا انا حسيت ان انا يعني قدمت معلومة النهاردة. انا عايز اقول لكم النهاردة المستوى الاول. عايز اقول لكم بقى المستوى التاني والقوي في المحاضرة القادمة ان شاء الله. وان شاء الله المحاضرة القادمة تكون اقصر قوة وفيها معلومات اكتر من اللي تكلمنا فيها النهاردة. اه في البراند. انا كبراند. انا كبراند اعمل ايه. طبعا النهاردة ابتدينا بالنصايح. في الهوية الالكترونية. وابتدينا بالتروكولر والواتساب بيزنس. وان شاء الله القادم. اقوى حاجة هنشرحها المرة الجاية لكن هنعرف اكتر من حاجة مع بعض بإذن الله. كلنا منتظرين بشؤ والله لمعاملتكم ان شاء الله المرة الجاية القادمة بإذن الله. شكرا لكم جميعا. استودعكم الله. واقبلكم محاضرة القادمة بإذن الله قريب بإذن الله. شكرا يا سيد ابو بكر. تفضل لهنيني للمحاضرة. تفضل يا سيد ابو بكر. شكرا جزيلا لحضرتك سيد محمد وبإذن الله في انتظارك الجمعة القادمة في نفس الموعد. ان شاء الله. وبنعتذر تأخرنا ربع ساعة للشباب. وبإذن الله لو انت عايزة الفتا يعني انت تديهم اي تاسك اكتبلهم على الجروب حضرتك موجود معنا في الجروب. تمام. هم يعملوا تطبيقات ولو حد عمل بتاعه بالطرق اللي اتفاعل عليها يريد برضي يبعت لنا. اه يريد اه لو اللي عطاق. نعملوا لايك ونعملوا فولو ونستفيد من بعض تقريبا الجروب في ستين شخص. اه بالزبط. بإذن الله. بإذن الله. يعني نكسب ستين فولورز. اه. ونتحرك بعض اكتر من خلال السوشيال ميديا. ونستشير بعض برضو من خلال الجروب. طبعا نشرفني. اه يكون الجهد مستمر ورائع. اه دوما كما تعودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.